الفوت لأم العوبة حلوة مور بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة الاستقرار بين الحق والباطل إبراهيم أهلاً بك يا شواندس أهلاً بكم أعزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 724 يستهلها المهندس عدلي بطرح فارق بين الحق والباطل خير الاستقرار يا صاد إبراهيم كلمة الناس تتكلم عليها ويقول لك أصل النادي الأهلي مستقر وأصل مش عارف مين بيتغير له كل يوم متاني مجلس دون أن نفكر في معنى الاستقرار وهل الاستقرار دائماً طيب تم المريض اللي بقولك حالته مستقرة بيبقى مستقرة على غيبوبة الاستقرار ليس في الظرف ولكن في السياسة والعمل المؤسسي هو ده الكلام عشان كده هذه حلقة مهمة فيها قضايا كثيرة أكثر أهمية وهذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله الأمر بين الكاف والفاء الغربال الكرسي الشاغر وتقاليد الأهلي وبعظمة لسانه يعيشك إنه الأهلي الشموع الحمراء عن عمر سلطان باشا لكن أسرار الملك عن المدفعج وآخيراً مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة نتمنى اليوم أيوة إن احنا نخلص جدول الأعمال طب قبل نخش بجدول الأعمال عايزة أطمنكم على الأهلي لأنه في ملف طب شامل لعيبة الأهلي استعداداً لمباراة الصبر كلكم عارفين إنه الاتحاد الأفريقي خلال ثبت يوم 22 سبتمبر ديسمبر الجاري موعداً لمباراة الأهلي والرجاء المغربي المباراة ستكون في العاصمة القطرية الدوحة غالب الأمور حتى الآن لعيبة الأهلي الدوليين إن شاء الله يفضلوا موجودين في قطر انتظاراً لسفر بعثة الأهلي من المحتمل يبقى يوم 15 15 16 17 أحد هذه الأيام سيكون سفر بعثة الأهلي إلى الدوحة ومجلس الإدارة بالأمس قرر اختيار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رئيساً لبعثة الصوبر رجل مهام الصعبة مهام الصوبر أما يكون مهمة حاسمة ويعني ما فيش أفضل أن يطلع رئيس النادي بنفسه رئيساً للبعثة الظروف يعني تقتادي هذا الأمر الأهلي كمان في إطار التجهيز في الفترة الحالية هلعب مبراودياً إن شاء الله مع طلاع الجيش يوم السابت والمران حتى الآن بيشارك فيه عدد كمان من اللعيبة الصاعدة اللي مستر بيتسو موسيماني المدير الفني قرر تصعيدهم للفريق الأول عشان يسد الفراغ الكبير الحياة اللي حاصل حالياً بسبب اللعيبة الدوليين اللي الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي بيتابع حالة المصابين منهم في المعسكر المنتخب في الدوحة تواصل الدكتور أبو عبلة مع الدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب للإطمئنان على حالة أيمن أشرف اللي حينضم البعثة الفريق في قطر فور وصولها لكنه قد لا يتمكن من المشاركة لحاجته لثلاث أسابيع أو أكثر للراحة والعلاج من الإصابة في الرجبة لكن الدكتور أبو عبلة طمنة بشماندس على حالة أفشة وأنه في تحسن مستمر وشارك النهاردة مع المنتخب في جانب من المراني الجماعي من المحتمل أنه مستر كارلوس كيروش يدفع به في مباراة السبت اللي حتجمع المنتخب الوطني مع الأردن في دور التمانية لكأس العرب هو القناص اللي بيستهدف لعبة الأهلي في المنتخب بينشن صح يعني عمال بينشن وكل محد يتقلق تك فربنا يسطر على الفترة الجاية ما نتعرضش لمزيد من الإصابات لأن الليلة مش نقصة خنقة وحنتكلم دلوقتي قبل ما تخش على الموضوع فيه معنى الاستقرار وكيف يستخدم في غير محله إذن دي كانت إطلالة سريعة على ما في هذا المحتوى الإخباري لكن تبقى ضربة البداية مع مقالي ومقاله الأمر بين الكاف والفاء طيب الأمر لا علاقة الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والفاء الفيفا لاتحاد الدولي هو الأمر كلمة الاستقرار أنا بنكش في المساحات اللي منها لهذا الموضوع بنكش أستاذ إبراهيم الاستقرار معناها ثبات الأمور حتى يمكن تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف ده المعنى الذي يتبادر إلى الزهن في مواضيع الاستقرار ولكن كما أوضحت ليس كل استقرار خير طيب لما نيجي نشوف أن الناس ربطة الاستقرار أصلي مجلس إقدارة النادي الأهلي ما بيتحلش قسو بيقدم مدته رغم أن ده مش حقيقي يعني الدورة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت ما كانش فيه هذا الكلام حتى الدورة اللي فاتت النادي الأهلي ظروفه غير مستقر بمعنى إيه هل هناك استقرار في السياسات التي أو في الظروف التي يأخذ على النادي الأهلي حسبت لك بما لا يرع مجانا للشك أن الأمر لا لما النادي الأهلي تنسحب منه الشركة الرعية والشركة المسؤولة عن البث ها أكتر من مر هذا استقرار لكن الاستقرار جاء منين من ثوابت الأهلي وقمته التسويقية وسياسته هو ده الاستقرار في السياسة مش في الزر لما نيجي النهاردة نشوف إن الاتحاد الافريقي عمل لك مسابقتين واحدة تابعة الاتحاد الدولي وتابعة الاتحاد الافريقي وكنهم مخصمين بعض والاتحاد المصري وكان لها شأن له بالأمر اللي هو له علاقة بين المسابقتين نتيجة إن له منتخب وله نادي بيمثل من البطولات المهمة جدا وهو من بانها من بانها من بانها هو فينه ومصدر لك المشكلة وكان اللي قالي على وشك الصدام مع المنتخب أنا مش على صدام مع المنتخب أنا عايز أوم بواجبي أنا ما ليش دعوة بالمنتخب أنا بقول لك أنت يا صاحب الشاق يا الذي تدير الريال المصري عندك إشكالية وريني أنت هتعمل فيها إيه بقول لك يا أستاذ أنا بريدة يا إلي في الاتحادين الإفريقي والدولي وأنت مصر الجنسية إذا كنت لا تذكر أين أنت أين أنت من هذه المعضلة المية المية هتظلم حد من الاتنين وربما تظلم الاتنين طيب هل هذا استقرار هل النادي الأهلي كده داخل على استقرار لا أنت مصدر لي المشكلة لآخر وقت بيصدر لي المشكلة الاستقرار يعني أستفيد من ظروفي تبقى لمخطاتي اللي أنا حطه فأنت بتحاربني أن أنا مقدرش أنفذ مخطاتي يبقى هذا ليس استقرار طيب استقرار مادي هل الأهلي عنده استقرار مادي لا ليه لأن له 325 20 مليون جنيه عنده الرعاة وهنتكلم في مشكلة جديدة ليه علاقة بكاس العالم هتقول لنا هي وصلت لإيه هذا غير استقرار أنك ما تدينيش حقوق أنا على الورق آه مستقر لكن في الظرف أنا مش مستقر لكن أنا بتجاوز كل ده إزاي لإني عندي ثبات أنا تعودت أعيش أزمات وحلاها غيري بيعيش الأزمات يشتكي منها ويلقح على المنافق أي طيب لما تشوف بقى غيري بقى اللي هو مجلسه بعمل يتغير طيب لما تشوف عنده مشاكل في قيد مع الاتحاد الدولي نتيجة حقوق لعبة وتلاقي الاتحاد المصري بيغطيه يبقى عنده استقرار أنا ما عندهش استقرار عنده استقرار استقرار في نتيجة مسئولياته لكن ما عندهش استقرار في الأفراد عكسي لما تيجي الدولة وهي عنده أزمات مادية تدعمه بالفلوس وتخلي الشركة الرعية تديله سنة قدام نفس الشركة اللي أنا ليه عندها 185 مليون 28 مليون ولا 28 مليون ما بتدهم ليه 328 مليون يبقى ده بيساعد وبيدعم في استقرار مادي ولا لا عشان يتجاوز أزماته لما يجي أنا لمستوفي شروط الترخيص طبقا لمعايير السلامة المالية والاتحاد الدولي وغير غير مستوفي هذه الشروط وياخد الرخصة والاتحاد الإفريقي يتنبه ويواقع غرامات عنده استقرار في الزرف ولا ما عندهوش طبعا إذن هو يبدو إن استقراره في عدم الأفراد بيدفع إلى استقراره في كل الحاجات اللي محتاجها أي العكس عندنا بقى أي طيب أنا لما كنت عملت انتخابات هي الأوضح الأوضح على مستوى مصر أي وحصل فيها الرجل الذي لم يترشح أمام واحد ومش محتاج نقول إنه نجح على 94% من أصوات الناخبين اللي حضروا أي طيب أنت تتعنت تتعنت لسبب أو آخر مش مفهوم وكأنهم عايزين يوصلوا لك رسالة ما إن فيه مسألة شخصية وراء الأمر وهو غير حقيقي لأن كل الأمور بعد كده بتكشف إن هذا الأب غير حقيقي أي هو ده مش عدم استقرار ولكن يقتل الاستقرار منين من النادي الأهلي لما تشوف أول اجتماع لمجلس الإدارة وتجد كرسي النائب شاغر يبقى النادي الأهلي بيقول لهم إيه ولو أنا عندي راجل نجح ما حد الشعاد على كرسي ده غيره أنا ده اللي قصد عليها أصدره فأنت وأنا كل الظروف نتيجة السياسة تمنحني حق الاستقرار أنت بتسلبني هذا الحق بفاعل فاعل وفاعل فاعل للأسف في وزارة عمليين نتكلمها ما بتردش في اتحاد عامل نفسه من بنا في مشكلة محدش عارف سببها إيه خلينا أقول لك لأنه ده هيجي تفاصيله بفاقرة تانية بس خلينا أقول لك دلوقتي ما يخص الأمر بين الكاف والفا أيوة الاتحاد الأفريقي الناس كلها فضلت معه ولأنه الاتحاد الأفريقي طبعا مندهش زي النادي بتاعه اللي هيمثل القارة في كأس العالم للأندية عنده أزمة تعارض وتصادم موعيد بين البطولة بطولة العالم للأندية مع كأس الأمم الأفريقية اللي هو بينظمها يعني النادي اللي بيمثله رايح مكان وانت بتفرض عليه بطولة في مكان تاني ده كلام ما يحصلش في أي مكان فيه تنسيق شوية لما يجي الاتحاد الأفريقي يا سازي إبراهيم عشان أنا احنا مش عايزين نشاور على المسؤول والاتحاد المصري يقول لك خادنا موافقة الاتحادات القرية ما هو الاتحاد المصري من ضمنهم يبقى أنت خادت موافقة على إيه يجي الاتحاد الأفريقي النهاردة يعلن بعد من الناس فضلت تتكلم على أنه هيتم تقديم كأس الأمم يومين ثلاثة علشان نتجنب الصدام أو التصادم في الموعيد مع كأس العالم للأندية يطلع الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأفريقي النهاردة بيصدر بيانا جديدا لبدء العد التنازل للانطلاق المسابقة اللي هي كسر الأمم الأفريقية بعد 30 يوم وبيقول على موقعه الرسمي أنه في غضون 30 يوما ستهتز أفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد الذي يقدمه أفضل لعبي كرة القدم من القارة هو بيحتفي بالبطولة طبعا وأضاف أنه سيعود جميع نجوم أفريقيا الكبارة الذين شاركوا في بطولات الأندية الأفريقية أو الأسيوية أو الأوروبية الكبرى إلى وطنهم ليقاتلوا من أجل التفوق في الكاميرون من أجل بطولة كأس الأمم الأفريقية هو بيتكلم على قد هذا العرس الأفريقي هيكون مهم جدا وبيرجع له كل نجوم الكرة العالميين الكبار أبناء القارة السمراء لشان يشاركوا منتخبات بلادهم في هذا الحدث الكبير بيول الكاف بيانه في النسخة 33 من أكبر حدث على الأراضي الأفريقية يعود كأس الأمم الأفريقية إلى بلد الأساطير بلد روجي ميلا وصامو الإتو باتريك مومومة لأول مرة منذ 1972 منذ 1972 آخر مرة الكاميرون نظامت كأس الأمم بيان الكاف قال كمان أن البطولة ستقام في خمس مدن وستة ملاعب هي أولمبي وأحمد وهديجو في يويندي وملعب جابومة في دوالة وملعب كوكي كونج في بافوسام وملعب برمادي أجا في جروة وملعب لنبي أمني سبورتس قال كمان الكاف محمد صلاح ساديو ماني بيير إمريك أباينغ رياض محرز إدوارد مندي أفشا سوفيان رحيمي سيدعون كل العيون عليهم حتى لو كان احتمال اكتشاف مواهب جديدة أمرا مغريا وقال الكاف كمان بشمهندس الآن ستكون العين على الكاميرون للمرة الثانية سيشارك 24 منتخبا يقاتلون من أجل الكاس نوه بيان الكاف أنه بالإضافة إلى العدد الكبير من النجوم المشاركين تستقطب هذه المسابقة وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم مع تقديم صحفيين من 59 دولة لتغطية البطولة وقال مع حصول قنوات من جميع أنحاء العالم على حقوق عرض الحدث في الفترة من ودي النقطة المهمة أن كل فضل مستني أنه ما نبدأش 9 يناير نبدأ 3-4 أيام بدر شوية يحللنا المشكلة في الآخر لكن طلع الكاف قالك تم تثبيت للحدث في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير وليس هناك شك في أن بطولة كأس الأمم لا تزال من بين أكبر الأحداث على مستوى العالم وختم في بيانه الكاف مع بدء العد التنازل الآن ينتظر العالم النجوم لتقديم الصح على الأراضي الكاميرونية حلوة البيان ده له معنى إيه؟ إيه اللي فهمته منهم؟ اللي فهمته أنا شخصيا إن الكاف مهتم بالمنتخبات والاتحادات لا شأن له بالأندي مش في باله مش بتاعته ليه؟ لأن الاتحاد بتاعك ما صور لهش أنه عنده مشكلة أيه؟ الاتحاد بتاعك في الكواليس قال له رجل سيبك منهم آه ذوقها بالعصايا؟ خليك أنا لا ما ذوقهاش بالعصايا آه والله العظيم جاي على مزاق بعض المسؤولين المصري للأسف جوه الاتحادات دي التصدم ده؟ 值 ما له؟ هو مشكلتنا أحنا وبعدين عايزين يصوروا الأمر كأنه صدام بين أهل والمنتخب لا حبيبي هو مش صدام بين الأهل والمتخب الأهلي لشأن له بالمنتخب الأهلي لا شأن له بالمنتخب هو الأهلي مفروض يحط Argh يا Asia الاتحادات. إذا المشكلة مشكلة مين؟ الاتحاد. ليه سايبك اتكلم الاتحاد الدولي والاتحاد الله. و تشتك. و تشتك. مش حيسما تليفونك. قال له انتويني النادي لعلي شكرا. هو اللي هتعامل مع الانديه. هل وصله احتجاج؟ أو يا سيدي تلوح بأن هناك مشكلة؟. لازم يوصلوا من الاتحاد الافريقي نفسه قبل الاتحاد المصري الاتحاد الافريقي يوصلوا من المصري والتحاد الافريقي انت ريحته عن عمد ريحته وانك ما جبت السيرة ان عندك مشكلة بتعني بطلك صاحب الارقام القياسية والبطل التاريخي والذي ينافس على كل ده الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ملوش شاني به لكن الاتحاد المصر والاتحاد الافريقي من ثم يهموا ان ينادي افريقي يبقى في المكان دي طيب انت مشتكتش انت كالتحاد مصري مقولش عندي مشكلة لديم كانوا اهلهم انت بتقول حيكون محفل لاستعراض المواهب الافريقية كيف وان هناك تضاربا بين حقوق النادي ممثل افريقيا التاريخي الذي يخود تالت العالم المرة اللي فاتت الذي يخود مصابقة نتيجتها بتسمع على افريقيا كلها طيب الاتحاد المصري هو اللي يقول انا عندي مشكلة مع حلوهالي لم يتقل هو غض البصر عن النادي الاهلي وده شأنه وطبيعته مش طبيعته هو بس اذا كان فيه وزارة الشباب ما متردش عليك ما تقول له مستحقاتي فيه مين مهتم وكان النادي الاهلي يعاني الغربة الرياضية من المسؤولين عنه سواء وزارة الشباب او اتحاد الكورة هو اللي هزعل بقى يزعل ده الواقع ده الحقيق ما احنا قلنا قلنا يا وزارة الشباب ردوا عن الناس قولوا له ملكوش حاجة عندنا ردوا انا بقولك انا ليه عندك تبقى اللي لو ايحك واحد اين تلقاته ما بتردش حلو قوي مرايح دماغك الاتحاد المصري نفس الشيء بيتفرج عليك يعني زا قلت ايه هو لما الاتحاد الافريقي يشوف ده موقف الاتحاد بتاعك ايه اللي يخليه يقلق على موقفك انت يقلق ليه هو عنده في وجهة نظره انا عندي بطولة افريقية عايزة قارنة بالبطولة امم اوروبا هو ده اللي يعنيه وانم تكلموا حاولك من عندي نجوم من الدورة الانجليزية حيكونوا موجودين اذا حيصدرك مع مين انت والمتخف انت انت كنادي مش انت اللي بتحدد لعبتك اللي رايحة الاتحاد المصري الاتحاد المصري هو عنده مشكلة طيب المقابل ايه ان النادي الالي تحرم من 11 لعب هل هذا منطقي مش 11 لعب افضل 11 لعب داو ليه سواء افريقي اجنبي او مصري رايحين كلهم لمنتخباتهم هايو كالعادة الاتحاد المصري بيرهن على ايه على ايه ان حد يخسر ويريحه ما فيش هو الرهنة على المنتخب لان الاهلا يبقى لسه ما بدأش او يبدأ ويخسر ويريحه ما برضو لا انا عايز اقولك هو هنا المشكلة فيهن منتخب مصر في مجموعته في كاس الامم معاه نيجيريا والسودان وغنيا بيساوي نيجيريا والسودان وغنيا بيساوي حيتأهل بازل الله تعالى في الاغلب هو نيجيريا لو طلع الأول غالباً حيلعب أحد التوالد في المجموعتين التانيين لو طلع التاني حيلعب أول المجموعة اللي بعد منه على طول اللي هي غالباً مجموعة الجزائر هتبقى الجزائر المجموعة الخامسة بإذن الله يتخطى منتخب مصر بإذن الله تعالى لو راح قبل النهائي قدامه أمرين لو كسف قبل النهائي يبقى هيلعب فاينال الفاينال يوم كام؟ يوم ستة فبراية يوم ستة فبراية طيب لو خسر في قبل النهائي مش هيروح هيقعد يلعب يوم خمسة مباراة التالت والرابع مباراة التالت والرابع دي كام؟ يوم خمسة فبراية هو نفس اليوم اللي لالي بيبدأ فيه مباراته مع منتيري إذن يوم خمسة فبراية لو الأهل بيلعب هيلعب مع منتيري في كأس العالم لعبت المنتخب في نفس اليوم بإذن الله هيكونوا في الكاميرون يا إما هيستنوا الفاينال تاني يوم يا إما هلعبوا في نفس اليوم مباراة التالة والرابع في حال تجاوز هذا الدول يعني في الموقفين حتى لو هم حيخلص يوم ثلاثة على ما يسافروا يروحوا إزاي يلعبوا برى الموضوع يعني أنت الفكرة كلها الرهان كالعادة ده ما طالع ده كمان مباراة التالة والراجل مباراة التالة والرابع يوم ستة يعني مش يوم خمسة الحقيقة لما بيطلع يتكلم يحدف الحقيقة كده مع الأستاذ أحمد موسى أما كان يتكلم برضو على مشكلة الدورة قال لهم يعني والأعلي لو خسر حيرياح كده ولما راح المنتخب مصر دورة اللي فيه كان رهانه إن المنتخب ما يتنقلش للدور التاني هو رهانه دلوقتي على إيه هل المشكلة تتحل إن المنتخب مصر وبعض المنتخبات اللي فيها لعبة النادي الأعلي ما تكملش يعني الرهان إيه وإمتى يخرجوا إمتى ما لو خرجوا يوم ثلاثة برضو على مسافة ويروح خلاص خلصت طبعا عايزين نحط الناس في الصور وبعدين خلي بالك إن الماتش منتيري ده هو مفتاح يوم تمانية طبعا يعني إنت لمكسبتوش مش هتكمل هتكمل على المركز المتأخر المركز الأخير لكن هي الفكرة يا جماعة النادي الأعلي في الاختيار الأخير للمنتخب في الغالب كروش بياخد سبعة لثمان لعيبة من لعبة النادي الأهلي من سبعة لثمانية إنت متاخد منك هايبة أوتوماتيكلي أليو ديانج مع منتخب مالي علي معلول مع منتخب تونس بدر بنون محتمل يروح المغرب إذن فيه تلات لعيبة أجانب يضاف إليهم من سبعة لثمانية محليين لعبة النادي الأهلي المصريين فبتتكلم من حداشر لاثناشر لعب من حداشر لاثناشر لعب إنت لو سجلتهم في قيمتك في كاس العلم للأندي القيمة فيها تمانية وعشرين لعب هتسجل التمانية وعشرين لعب عندك حداشر أهم متشالين مع اختلاف المراكز وإنه فيه لعيبة لا تعود فنيا طيب دول مع المنتخب لو المنتخب كمل إنت مش هتعرف تستدعيهم خلاص لو المنتخب لو اللعبة دي أجهدت برضو وجات لك في نص الطريق لا تمرنت معاك ولا أي حاجة والحجر والبسحة والسفر والفقعة والحدوتة إياه طيب بعدين عمليا التصادم شديد قوي يعني حتى لو تواجهوا أجسامهم مش هيكونوا في حالتهم طبعا غني عن البيان ومحناش محتاجين تأكيد النادي القالي هو أحرص الناس على أنه هو يقوم بدوره في خدمة منتخب بلده ما حدش هيقدر يزايد على النادي القالي في المنطقة دي تاريخيا كتير جدا النادي القالي بيضحي علشان المنتخبات الوطنية أكدت على حساب الدوري أما لعبة المنتخب اللومبي ضحى بلعبة المنتخب اللومبي ولعب مبارياته طلع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد ووجه له الشكر أن الأهله حل المشكلة ووافق يلعب بدون لعبة المنتخب اللومبي وخسر النقاط في مبارياتك ممكن ما يخسرهاش لو هو مكتمل وضع الدوري أيا كانت أسبابه لكن أنا بتكلم دلوقت أنت حاليا حططني أنا في الخيار الصعب اللي لا يمكن الفكاك منه بتضحي بفرقتك أو تفتح المجال لمزايدات من الأهم وتسمع بعض الأصوات يا باش مهندس هو عايز الأهل عايز يغير موعيد البطولة علشانه مش الأهل اللي عايز يغير موعيد البطولة دي مش أصوات تسوصوات لأن لحد لا الأهل طلب كده ولا الأهل عايز كده ولا الأهل يسعيده كده ولا حاجة أبدا الأهل بيقول لاتحاد الكورة خش حلها خش حلها بدأ يا أستاذ أنت هو بيبقى كل همكو نتيجة عدم قدرتكو على أنكم تتحطوا مكان الأهل أنكم تشوفوا إزاي نفسد على الأهل يعني فرصته وفرحته وبهجة جماهيره مش هتقدروا ده كلام غريب جدا كل الهم ما بيتكلموش غير على الأهل يا أستاذ إبراهيم وبيفترضوا ويتكلموا افتراض ويبنوا عليه وجهة نظر ويهاجموا أمر ما شفتوش في حتة الحقيقة يعني عشان كده هي الفكرة الأهل بيسعى رقم واحد أنه يؤدي دوره لخدمة منتخب بلده ورقم اتنين يحافظ على قوته عشان يظهر بصورة شرف كرة بلده أعتقدك بخلصانة بصرف النظر حق إيه ولا مش حق إيه حقك أروح مكتمل ولا أنت غاوي إن أنا أجي لك مفرهض واجي لك عشان تبس تعد وتقول أنا بكسب وبعمل لا أنت خايف للأهل يكرر إنجازاته هو الأهل خلاص ما هو داخل البطولة يعني هو متسجلة إنه هو البطولة العشرة الإفريقية والمرة السبعة ولا حاجة زي كده في كاس العالم الأندي فأنت أو التامنة يعني مش فاكر عدها فأنت خلاص دي اتعدت يا حبيبي يكونوا بقى يروح يكسب ده اللي رعبه يعني ده اللي رعبه إذا كان كان بيتاري عليك لما خسرت من باير مينوك ده باير مينوك مشطب برشلونة مبارح وهو مش عايز حاجة من الماتش يعني برشلونة ما عرفش يعمل الأهل يعملوا معه في كاس العالم فللأسف الشديد خلينا في نفسنا عشان ما نعملش زي حد تاني لا شأن لنا ونبي ياريت ننسى اللي بيحصل ده لأنه هو بيحصل نتيجة يعني أزمة داخلية مش هنحلها إحنا لحد ومش في إدنا الحقيقة مش في إدنا لكن إحنا النادي الأهلي يطالب الاتحاد الكرة إنه يشيل شلته دي مش شيلة النادي الأهلي ومش مفروض الأهلي هو اللي يشيل هو ده خلاصة الكلام دي شيلة الاتحاد المصري اللي المنتخب هو مسؤول عن المنتخب ومسؤول عن النادي الأهلي كممثل للكرة المصرية ثم الأفريقية في المحفل الدولي في الحالتين المسؤولية نقطتها عند الاتحاد المصري كرة القدم ثم مع الاتحاد الأفريقي هو اللي كان الكلام على إنه كاس الأمم الأفريقية لو تقدمت يومين اتنين أو تلاتة هتتحل المشكلة طب أنت بتراعي ظروف الكامل وأن هي مش جاهزة للإستضافة وعايزة كمان وقت على ما تقدر تمهد الطرق بتاعتها واتجهز منشاتها طب ويبقى على حساب مشاركة نادي في بطولة أول مرة يحدث أن نحن نلاقي هذا التصادم في الموعيد أرهنكو لو كان يقدر الفيفا يفكر أنه يعمل دي أثناء كاس الأمم الأوروبية مستحييل مستحييل فالاتحاد الأفريقي كان عليه أنه يطلع بدوره والاتحاد المصري يمارس مهمته أنا بنظم بطولة قرية كاس أمم تعدد تالت أهم الأحداث الكروية إذا اعتبرنا كاس العالم وكاس الأمم الأوروبية تالت أقوى البطولات كاس الأمم الأفريقية اللي الكاف بيتغنى بيها وإن هي اللي حتى تكتزب السحرة والنجوم والكبار الأفزاز طيب بطولة زي كده كان لازم أن تحافظ على توقيتها وعلى موعدها ما تحطهاش في أجندة دولية متصدمة مع كاس العالم لأنها كاس الأمم حتى تحدي الدولة برضو الموقف غريب يعني يعني أنت فيه اتنين فرقتين من آسيا وفرقة من أفريقيا فرقة من جنوب أفريقيا ومن الأوقيانوس ومن أوروبا كل الاتحادات بتدعم لعبتها في هذه البطولة إلا الاتحاد الأفريقي يعني هل أنت يعني الاتحاد الدولي كيف هيقبل أن ينظر إلى هذه البطولة بعدم اهتمام إلا إذا كان هو شايف أن البطولة يعني كل اللي هموا فيها بطل أوروبا يجي يظهر شويتين وخلاص يعني يعني مرة بطل أفريقيا وصل فاينال مرة بطل أسيا وصل فاينال مرتين بطل أفريقيا وصل ثالث ورابع وخادي الثالث والمركز الرابع إذن لا ده أنت الأندية مش رايحة دي كور ده الأندية دي رايحة تنافس بالإمكانات الضعيفة بتضعيفها كمان إنت قبل كده الرجاء ومازين بطلعوا تواني والمرة دي أنت بتتكلم أن البطولة فبوظبي يعني من الناحية الجماهيرية والناحية التسوقية أهم مباريات هتلاقي المدرجات مليانة مباريات الأهلي ومباريات حتى الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي يعني الفرحة العربية في المنطقة دي هتلاقي مبارياتها أكثر حضوراً وأكثر تسويقاً وأكثر جباهيرية وأعلى أسعار في التيكتز عن المباريات التانية فالمصلحة مين ضرب فرصة الأهلي في تمثيل ياليق بيه وبتاريخه وبالكرة المصرية وتمثيله للكرة الأفريقية دي بطولة الفيفا بننظامها ودي بطولة التحدي الأفريقي بننظامها طب أقول التحدي الدولي مش معني بالفير بلاي هو ده شايف كده أنه بقى ده فير بلاي خلص فير بلاي في إيه فين تكافه الفرص الكاف مش معني بالفير بلاي فين الفير بلاي يا كاف فين تكافه الفرص يعني فين تكافه الفرص بين المتنافسين سواء بالنسبة لمنتخب مصر اللي انت حتفرض عليه أن يتحرم من لعبة أساسية عنده أو النادي الأهل اللي انت عايز تحرمه من لعبة أساسية عنده وأنا قلت لكم النادي الأهل يهمه في الأساس أن يقوم بدوره الوطن الكبير هنا مع المنتخب ويقوم بمسؤولياته الكبيرة تجاه تاريخه وجماهيره وتسويقه وحقوقه وتشريفه للكرة المصرية والأفريقية في بطولة العالم اللي بيسعى لها بكل قوة الفرق بقى في الطرح لما يكون المنافس انت فاكر متش الجنراسيون والزمالك احنا قلنا ايه الزمالك عنده موقف قانوني سليم لأنه عنده جواب من الاتحاد الافريقي فالجنراسيون ياخد الموقف اللي هو عايزه الزمالك عنده جواب سواء الجواب ده اتباني على موقف صح او مش صح ما كانتش بتاعتنا احنا قلنا الزمالك كده محدش يقدر يعني لو قال حلعب تبقى الجواب اللي جالي محدش يقدر يلوم لكن ساعت احنا كملنا قلنا ولكن نشكر مسؤول وجنراسيون اللي اشهدوا بالامن والامن في مصر دي كانت الجزال المضيئة احنا قلنا كده بالضبط وانا سابوا كل ده وقال لك الله هو انت بتساعد جنراسيون بتقوم جنراسيون وتقول له مفيش ظروف امنية يا عم انا مصلحة يقول مفيش ظروف امنية وانت يا زمالك مصلحتك تقول مفيش ظروف امنية مصلحة مصر تقولين ظروف الامنية زي ما ورات وعندك جواب يجي الجنرسين ما يلعبكش هيعتبر مغلوب فالموضوع ما كانش مقصود بيه هم هم النهاردة بيعملوا ايه بيقولك الله هو انت عايز لعبتك ما تروحش المنتخب افتارت طبعا فرضية وبنا على طب وانت عايز لعبتك ما تروحش المنتخب طب وانت ما قدرش اقولك انت بتحرط ضد النادي الاهلي كده ما هو التناقض اللي الناس عايشة ولذلك انا بقولك والاستقرار بيجي منين مش نتيجة ان مجلس قدرتك موجوده بس انك بتساعد ده ازاي وبتعطل ده ازاي لكن ده عشان عنده صوابته اللي بستند اليها وخبرته في الخروج من الازمات وقعدته اللي وقفة في ظهره اللي ما بتشربش من الكلام ده بيقدر تجاوز هذه الازمات التاني اتعود على المساعدات الخارجية اللي مستمرة وموجودة فانا بعتقد ان هذا نوع من تحقيق الاستقرار الوزير لما يطلع اقول زمالك احنا حرسين على استقرار رولانيو دار ويشفع القول بالفعل وانا بقى بقولك الديني حقي ما بتردش علي يبقى ده فين الاستقرار هنا هنا في استقرار مادي انت كفلته وساعت له وحققته وهنا طنشته مش طنشته وكأنك تبارك هذا القام انت ما بتردش عليها تقولي ليه تحقه لما ليه تشحقه هنشوفوا ليه ما بيردش هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين معاكم في هذه الازمة اللي بيتصادم فيها معاك كأس الأمم مع كأس العالم للأندية وازاي ان الاتحاد المصري ضرب طنش خالص وسايب الاهلي هو اللي في هذا المأذق ما بين هذا الارتباط وزاك بنجومه الدوليين العيبة اللي موجودة دلوقتي مع كأس العرب يهمنا ان احنا نقول لحضراتكم بعد تأهل منتخب مصر والحمد لله الى دور التمانية انتوا عارفين انه صعد عن المجموعة الاولى قطر تسع نقاط وعمان اربع نقاط صعد على المجموعة التانية تونس ست نقاط والامارات ستة المجموعة التالتة صعدت المغرب تسع نقاط والاردن ست نقاط والمجموعة السابعة الرابعة تأهلت مصر والجزائر بسبع نقاط لكل منهما وكانت قمة الاسارة مصر صعدت بفارق الانذارات لأول مرة نوصل لمرحلة هي خدوا نذار مش هي جب نجون ما هي بتهلل على الترجيح اللي حيرجحك فانت يعني وصلت التعادلات في كل حاجة وبقت اللعب النظيف هو الفايصل يعني وده يوضح لنا اهمية اللعب النظيف وهو ليه اللي تحت حط القيمة دي لانه عايز راستك قيمة اللعب النظيف وده اللي انا بقوله فان اللعب النظيف ان الاهل يلعب دول لعبته البطولة ان شاء الله بكرة جمعة مباريات دور الربع النهاية هتبدأ تونس مع سلطنة عمان الساعة خمسة مساء على استاد المدينة التعليمية في الدوحة قطر والامارات في مواجهة مهمة جدا مرتقبة هتبقى الساعة التسعة على استاد البيت في الدوحة يوم السابت بقى في مبارتين المباراة المرتقبة الفراعنة والنشامة منتخب مصر مع منتخب الأردن حيبقى الساعة خمسة على استاد الجنوب مباراة صعبة جدا 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 هنتكلم فيها والمغرب مع الجزائر بقى دي مواجهة أخرى نارية جدا هتبقى الساعة التسعة على استاد الثمامة الدور قبل النهائي للبطولة حيبقى يوم الأربع اللي جاي طيب بإذن الله تعالى منتخب مصر يتخطى منتخب الأردن برغم صعوبة المباراة وأهمية التركيز فيها لأنه أخشى أن نحن نكون وقعنا في فخ أن نحن والجزائر بنتصابق للنجاح من مواجهة المغرب وكأن الأردن سهلة لا بص آخر مباراة مع الأردن نحن خسرناه فبس عشان ناس نتذكر يعني فمنتخب مصر مع الأردن الساعة خمسة يوم السبت الفايز منهم هيلعب الفايز من تونس وعمان هتبقى الساعة خمسة يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله إذن منتخب مصر بإذن الله يوم السبت يتخطى الأردن هيلعب الأربع بإذن الله مع الفايز من تونس وعمان دي هتكون في قبل النهائي الفايز من المغرب والجزائر بقى المواجهة النارية هيلعب الفايز من قطر والإمارات يعني عندي مواجهة بين عرب أفريقيا المغرب والجزائر الكسبان هيلعب الفايز من مواجهة بين عرب أسيا قطر والإمارات البطولة زي ما أنتم عارفين مباراة تحديد المركز الثالث والنهاية حيبقى يوم السبت 18 ديسمبر عشان كده قلتلكم بإذن الله منتخب مصري يكمل ولعيبة الأهل الدوليين تفضل موجودة في الدوحة انتظارا لسفر بعثة الأهل إليهم إن شاء الله نتمنى نشوف أي محاولة للحلول اهتمام عزين اهتمام نتمنى أن يعتبر النادي الأهلي نادي مصري له حقوق وعليه مسئوليات ومسؤول عنه اتحاد يجب أن يوقف معه أو يدعي أن يوقف معه عايز أقول لكم اللي حصل دلوقت هو لما حصل أن مباريات الكون فدرالية الكون فدرالية لما تعارضت مع كأس العرب كأس العرب على فكرة بطولة مهمة الاتحاد الدولي بصص لها بعين الاعتبار مسؤول الفيفا موجودين في الدوحة لأنه شايفين أن كأس العرب في التوقيت ده في قطر دي البروفة لكأس العالم من كل الأوجه لدرجة أنه النهاردة كابتن واق الجمعة وجهاز المنتخب مع مسؤول الاتحاد الكرة راحوا تفقدوا غرف الإقامة في الفنادق الخاصة بكأس العالم يعني حب دولة قطر حبت تحط الفرق العربية المشاركة بالذات اللي متأهلين للأدوار الإقصائية في التصفيات مصر جزائر تونس كل الدول العربية ودول آسيا اللي متأهلين للأدوار المتقدمة للتصفيات خدوهم فرجوهم على فنادق كأس العالم عشان يبدأ الكل يختار الأماكن بتاعته تحسبا للتأهل إن شاء الله فإلى هذا الحد كأس العرب عند الفيفا مهمة جدا بروفة بتختبر فيها عشان كده الأول مرة يعترب بيها بتختبر فيها كل قدرات قطر التنظيمية سواء الإمكانات الطبية الجهود الاحترازية المواصلات الجماهير الاستضافة التدريبات ملعب المباريات التيكتز توزيع التذاكر حضور وخروج الجماهير بروفة الكاس العالم مع هذه الأهمية لما تعرضت مع الكون فيدرالية لإن الجهاز الفني المنتخب مصر قالك هستغنى عن لعبة بيرامدس ولعبة المصري مش هيجيب المحترفين في الخارج وكمان سبل بيرامدس لعبته بيرامدس بالمناسبة بياخد منه كارلوس كروش من أربع لخمس لعبين فيهم ثلاثة أربعة في التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة صحيح ما خدش رمضان صبحي آخر مرة بس إبراهيم عادل أساسي عبدالله السعيد أساسي قبل كده خد عمر جابر وخد رمضان صبحي عنده أربع خمس لعبة من بيرامدس غد الطرف تماما عن لعبة بيرامدس وعن لعبة المصري علشان الكونفدرالية ده اللي أنا بقوله للاتحاد الكورة وأنت لو سبت الأمور متصدمة كده مع بعضيها كل اللعبة تروح ندقيها هتلعب في المنتخب بمين الأفضل والأوفر تحقل المنتخب فرصة يستعين بكل الأندية بحيث أنه لا تتعرض الموعيد مع ارتباطات أخرى اللي حصل في الكونفدرالية ما يتكررش مع كأس العالم للأندية ويبدو أن كروش يعني أحرص من الاتحاد أنه بيجرب ويوسع الأماشة وبيتحسب لكل الأمور لكن أنا عايز زي ما بقولك يعني اعمل يا أخي أنك مهتم بي اعمل اجتماع تدخل في الأمر وبعد كده أوصل للقرارات اللي أنت شايفها فيها مصلحة الكورة المصرية يعني الناس كلها تبقى إيه والله أنت حاولت وصلت لحلول أما وصلتش لحلول أو حلول جزئية لكن أنت متجاهل الأمر وصاب الناس لبعضيها رغم أن المنتخب والنادي الأهلي مش مفروض يتخانوا مع بعض ما لهمش علاقة ولا تحط ولا الأهلي يقدر يخطب المنتخب ولا المنتخب يقدر يخطب الأهلي فيه اتحاد مسؤول ونفس الشيء بالنسبة لاتحاد الإفريقي أنت ما روحتش قلت لاتحاد الإفريقي ما تحلولنا الإشكلية دي يتقدم دية آخر دي ما روحتش قلت حاجة من دي روح يا أخي أو ما طلعتش قلت أنه أنت عملت كده لا عملش هو العمل كان زمانه قلب الدنيا إنما يبقى هنا بريدة كالعادة علامة استفهام في كل مرة تحصل أزمة مهمة وما تلاحيوش يعني الحقيقة أنا مش عارف أنا مستفيد من هنا بريدة في إيه في الاتحاد الدولي ولا في الاتحاد الإفريقي يعني حد يجي يقول لي إلا إذا كان في حاجات شكلية حاجات بسيطة مفهاش لكن إذا كنت أنت بتخاف أنك تصطدم كل الناس يعني شوفنا مندوب المغرب يعمل إيه الفرق مندوب تونس بيعمل إيه الفرق الجزائر رو روة الجزائر بيعمل إيه تبنى وقول والله ده اللي قدرت عليه وهو في قضية عادلة أكتر أنا عايز أقول إيه أنا مش بطالبه أني لازم يوصلني اللي أنا عايزه أنا بقولك تبنى ويظهر على الصورة كده إنك أنت بتقاتل من أجل حق مصر أولا لأن مصر في مشكلة تعارض بين المتخب والنادي فأنت خش حل مشكلة مصر لكن اتحاد الكرة مرياح أنهم ما بيصدروش وهو العلاقة لما تبقى وثيقة قوي وشخصية قوي فهو الثاني بيقول للأحمد مجاد ما تحرجنيش مثلا أما ليه معناها أنا عمال أقول أسماء لأن المراضي الحقيقة المسألة واضحة وفجأة أنا ما بقولكش اعمل لأنا عايزه بس أقف يا أخي معايا تبنى مشكلتي ووصل فيها للي تقدر عليه خاصة أن هي قضية عادلة جدا ووصل للي تقدر من كده وأنا لما تخش وتتبنى القضية سواء الاتحاد المصري أو للأستاذ هنبريدة أو اللي يمكنهم لأن للأستاذ هنبريدة في الاتحادين المصري والإفريقي هو ممثل الاتحاد الفريقي في الفيف فإحنا عشمانين يا أخي فيك عشمانين والله فيك وإنت المفروض تعشم معنا في بلدك ومصلحتها اللي أنت أصلا خرجت منها لهذه المناصب مش معولة يا جماعة أكتر من كده الأمور يعني الواحد يقول إيه طيب نرجع للكورة مين ملك النص مين ملك النص في تاريخ الكورة لا في تاريخ الكورة لا لا في اللي أنت شفته اللقب ده تقل مين ملك النص تقل مين مخوت أن رفعة الفنجيلي وبعد كده وبعد كده لمين أونسس فاروق لا فاروق فاروق جعفر لما يكون ملك النص فاروق جعفر شايف أن في الجيل الحالي في واحد هو الوسطى وملك النص يطلع مين نشوف دائما ليه جملة شهيرة قسط نص الملعب يعني هل حمدي فاتحي كان هو النهاردة قسط نص الملعب ولا كان السلية هو قسط نص الملعب السلية السلية النهاردة هو بيعمل شغلتين في الملعب بشكل قائد للفرقة يهدي كل اللعيبة ينظم بكل العيبة يأخذ التعليمات من برا فأنت عندك قائد موجود في الملعب بجانب أداؤه أداؤه والنهاردة يبقى حاجة كويسة جدا لعمر السلية أنا ما أراحي شو ضربة الجزاء ضربة الجزاء دي عبارة عن سرعة وارتفاع مهما كان الكدرات حريص النهاردة والنهاردة أكبر أكبر حاجة تعبر لك أن السرعة والقوة الكبيرة وارتفاعها الحالي سرح معاها تمام لكن معرفش يزبط طبعا لأنها سريعة وقوية أنها برضو عمر السلية بجانبك سيطرته والحقيقة كان ليه دور كبير في نصف كان برضو يا كابتن في الأوقات منتخب مصر يعني مش قادر في الشروط الأولاني قدام منتخب كان بيستلم ويتقدم ويشوت كتير يعني كان بيدي ثقة للعيبة بتاعته أنه كان حريص بن يسدد برة واثنين وثلاثة خبرة طبعا خبرة من عمر السلية أهو المثل ده لوحيدة من أهم أزمات التعارض بين مصلحة المنتخب ومصلحة ممثل مصر في كأس العالم الأندية والتي يقف الاتحاد المصري وممثلي مصر في الاتحادين الدولي والإفريقي موقف المتفرج دون محاولة يعني أنت متخيل أي مصر تتحرم السلية أو الأهل يتحرم السلية هو ده عدل لحد منهم ما فيش عدل يعني دي حالة صارخة أستاذ إبراهيم للحالة اللي أنت لازم تبقى شايل همها تبقى مهموم بيها كمسؤول عن الكرة المصرية صحيح عمر السلية ما شاء الله وصل لمرحلة نطجة عالية جدا يعني الأسست اللي عملوا في الجون التاريخي في مباراة الأهل والزمالك مش من فراغ لما الثنين من الموهبين يشيدوا بيها إلى هذا الحد كابتن وليد صلاح الدين والكابتن سامي الشيشيني يبقى نسمعهم قبل ما نطلع السوبرستار تتوقعوا مين بص في ناس كثير بس أنا أخذ السلية لا سلاك بس أوي يعني روح وقلب ونعمر السلية لكن عايز أسألك يا كابتن سامي هذا التغير في شخصية عمر السلية الساكبتن عمر من البداية هو لعيب دولي جات له وهزة كده لما راح الإمارات رجعت نادل أهلي خد السقة بتاعت نادل أهلي المرشاط مع الشارع الشارع دي بتفرق بشكل كبير جدا نعم لما تحس أن أنت من كبار الفرقة كده دي تفرق معي لعيب مع الخبرات مع السقة بالنفس كل ده عمر السلام اللعيب 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 بتحب تتغلب أنت كمدير فني بيبقى لك واحد جوة الملعب كده بتقول ده البديل بتاع جوة الملعب فيه لعيبة كده بقى لها الشخصية اللي هي بتشيل وده شخصية الفرقة الكبيرة هي دي الميزة إن شخصية عمر السلية فرقة بشكل كبير جدا حاليا مع نادل أهلي وفرقة شكل كبير جدا مع المنتخدم يعني هما يتحدثون عن التغيير في شخصية السلية هو هو ما فيش تغيير في شخصية السلية ولكن جاء الظرف الذي يفصح عن شخصية السلية أهو سامي الشاشيني بقول لك بقى مؤثر جدا مع الأهل ومع المنتخدم مؤكد مؤكد وعلى فكرة من السنة اللي فاتت عمل والناس تتحدث مين أهم لاعب في الدور المصري كان هو الاسم ده مطروح في وسط الطرح الطروحات يعني السنة دي مطروح إذن فيه سبات في المستوى وفيه تطور السنة ده مطروح مش السكندرية ماشي يعني تمام طيب مش السلية لوحده إذا كان كابتن فاروق عفر وكابتن سامي الشاشيني وكابتن وليد صلاح الدين شايفين عمر السلية إلى هذا الحد مؤثر مع الأهل ومع المنتخب ولا يمكن الاستغناء عنه في التأكيد على قوة الصدام اللي حصل في الموعيد فكابتن فاروق عفر أيضا أضاف لعب مهم جدا من لعبة الأهل مؤثر مع المنتخب نشوف شهد مني أنا يعني كلاعب فورا كمدرب أي من أشرف هو اللعب رقم واحد في الفئر اشتغل في نص الملعب كما مش عايز أقول بقى بيلعب كرة كرة سهلة عنده متمكن عنده السرعة بيضغط على المدافع بيضغط على الكرة عنده خبرات دفاعية جيدة أداءه وبيلعب في حتة مش عامل له مشكلة حسب رجله يعني اللي لعبة الشمال فمريحة عائل وبيضغط في النحة دفاعية كويس بيقدر يحط كرة للملعب اللي هو أيمن أشرف يعني داك تشاف جديد لأيمن أشرف يا كابتن فاروق شايفه كيروش عمله توظيف جديد طبعا لو أي أي مدرب عايزي عنده مشكلة في نص الملعب أول واحد يحلها أيمن أشرف دلوقتي بعد الأداء خلي بالك أنت مكان أيمن موجود في الملعب أنت كنت مستحوظة عن نص الملعب مصبوط لو خرج أيمن الشاط الأول حصل ارتباك يعني النادي الأهلي فيه تلت جواكر أكرم حمدي ثم أيمن أيمن الراجل اللي الناس واخده بهدوء ولكن باحترام شديد جدا إمكاناته الفنية واسماته الشخصية خلت ميستر كيروش يجربه في مركز جديد يجربه في مركز جديد مكان المدافع بتاعة خط الوسط اللي هو يقرف يستلم كورة ويسلم كورة ويكمل طيب نتيجة أنك بستخدمه هنا وهنا وهنا وفي النادي الأهلي وهذا الضغط الراجل أصيب هيحرم منه النادي الأهلي في الصبر ماتش الصبر بتاعه ماتش الصبر ماتش مع أيمن أشرف مفيش هادة تضحيات هو النادي الأهلي ما يدفعش فاتورة بيدفع بيدفع فواتير طيب إذن بنتكلم على السلية وأهميته وبنتكلم على أيمن أشرف اللي الكابتن فاروج عفر كمان شايفه رقم واحد لكن الكابتن مجد عبد العاطي والكابتن أشرف آسم والكابتن حازم إمامي يعني الثلاثة مش من أبناء النادي الأهلي أو مش من لعب النادي الأهلي شايفين إنه فيه لاعب آخر مهم جدا محمد شريف مظلوم في طريقة كيروش بسبب مشاركته في مركز الجناح نعم نعم أنا عمري مش مبرر لكن محمد شريف مش حقا درقائمه تقييم صح إلا ما يلعب في مكانه يعني لازم يلعب في مكانه عشان أنه درقائمه صح هو بس لي شوية حاجات غريبة شوية أنا مش فاهمها قوي زي شريف أنا من قلت ما لعبش وينج فهي مش غلطة شريف غلطة الوظف شريف كده فأنا شايف إن شريف لو لعب راس حربة في المساحات الصغيرة دي شيف سريع جدا بيفتح لك في البانلز دي كتير جدا ممكن لو حد دفاع متقدم بتلعب له عنده سرعة بيروح يشتغل عليها هو راس حربة وهو يعني اتعمل له مكانه في مصر إنه راس حربة مش نوج فأنت اخده على راس حربة شوف أنا متفق إن شريف بيتحمل يعني ظلم في إنه بيتغير مركزه ولكن أيضا مع إن ميستر كروش يدور على حلول إنه حاول يستفيد يمكن ربنا يرزقه إن يلاقي راس حربة ويستفيد من شريف لأن شريف مع مجرياته الأمور بيروح كاسر على جوه يبقى كنه بيلعب باتنين راس حربة ويطلع حد مكانه والموضوع ده تشرح بشكل فني من بعض الناس اللي ما هماش لعيبة كرة ولكن شباب بيذاكر كويس جدا ونبهوني أنا شخصين وشفت التحركات لقيت الكلام ده مضبوط لكن شريف أحسن له إيه؟ مؤكد راس الحرب طيب ما هممكن تكون قناعة كوريش أستاذ إبراهيم خلاص أنا عرفت إن الرجل ده راس حربة طيب لما أغرب طريقة تانية يمكن تخليه أستفيد منه واكتشف راس حربة لما اكتشفش راس حربة هستفيد منه طيب في حالة رجوع مصطفى محمد يمكن يستفيد من الاتنين بالضبط فضعنا فيدي ولو إن مصلحة شريف لأن أنا شريف ده أراه النسخة المعدلة الفعالة من وليد أزارو اللي راجل اللي يقدر وصل لك من أي مكان في الملعب في ثواني إلى عمق خط 18 رتهديد ويمكن إجابيته آه إجابيته على جون أعلى أعلى ما أنا بيقول لك نسخة المعدلة وفعال جرائدت بس ماشي خلي بالكو أنا أنا أقضي كده بالضبط أنا أقضي كده قلت لما تشوفوا دوقوا أنا شبهته مرة بمين قلت لك ده عامل زي ما يكون محمد رمضان وليد أزارو الجون السهل يجيب لك الجون اللي يتهالك أنه جون سهل ليه بيتصرف بالشكل فيه خبرة عالية أمام المرمى وهدوء وخبرة يبقى لك أنه بيجيب جون سهل وبيوصل كتير زي أزارو بقى ففيه المستنحنا بفين وفيه لم نلاقي واحد زي ده طيب الحياة الموانسة عاد لأشار لظاهرة موجودة دلوقتي في البرامج الرياضية وهي الزملاء الإعلاميين أو الزملاء الصحفيين المحللين أو محلل الأداء اللي معظمهم ما شاء الله في كل القناة يعني إذا كان عندنا هنا الدكتور أحمد ثابت والصديق العزيز كريم سعيد بقية القنوات وبقية البرامج فعلا حافلة بنوعيات شابة فاهمة جدا بتكلم في الكورة والتاكتك بعلم جدا والأهم من كل ده بأسلوب راقي ومحترم جدا ولغة كلها شياكة ويعتمدوا عليه يا صاح زبرهيم على التوصيق وبيتكلم بمعلومة ما بيتكلمش بأساليب لا هاكس ولا اجتيمة عشان كده انت بتقول أحمد ثابت وكريم هتجد اتفاق تقريبا بين معظم الناس ده في أسلوب التحليل لأنه بيعتمد على إحصائية وتحرك قدامه بالضبط بيتكلم بشكل علم مش وجهة نظر ايوه على النقيد لأن الكرة علم والتاكتك علم وبقت رسائل دكتوراه بتتخذها والخبرة والممارسة مهمة بس لازم خبرة والممارسة مهمة لكن هنا في قضية في منتهى الخطورة وبقت فعلا بايخة قوي 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 اللغة اللي بيستخدمها بعض نجوم الكرة السابقين في تحليلاتهم البعض منهم هوات ركوب الترند هذه يا جماعة اللغة لا تليق لا تليق بإعلامنا بجد وإحنا لما بنقول الإعلام المصري رائد والتلفزيون المصري رائد رائد ده معناها ده البيونير ده اللي علم الناس إزاي تفتح التلفزيون وإزاي تشتغل مهنة إزاي اللغة دي تبقى موجودة إزاي الكلام ده يتقال ظاهرة فعلا مستفزة تكلمنا فيها قبل كده لفت نظري إنه الزميل العزيز الأستاذ إبراهيم عبد الجواد فعلا زهق من كده وتكلم عليها باهتمام نسمعه الموضوع بقى بايخ جدا كان يوم أخبر لما شفنا الشكل ده من التناول الإعلامي للعبتنا والمدربيننا والأداء لعبتنا والأداء مدربيننا كان يوم أخبر لأنه لعيبة مصر كلها رجالة وما عندناش حد بيهرب من مطشاط واحمد حجازي وأيمن أشرف اتنين لعيبة في منتهى الرجولة اللي في الدنيا واستخدام الألفاظ دي واختيار الألفاظ دي وعرضها على الناس وعلى الإعلام بيوجد لبعض الناس منفذ أنه يعيد استخدامها وترددها بعد كده فرجاء النجوم السابقين القدامى انتوا نجوم كبار بلاش تقولوا كلام صغير الكبير لازم يقول كلام كبير زيه انتقت فنيا كما شئت بس برؤية فنية من غير إهانة من غير خود في نوايا وذمم نجوم كبيرة بتلعب وبتعرق باسم مصر وبتكسب مصر وبتفرح لعيبة منتقه بتفرح جمهور مصر عيب ما يصحش يعني فاضل كيلة بالأستاذ إبراهيم عبدالجواد درجة ان قال كان يوم أغبر يوم الناس دي طلت على الشاشات لا يعني دي لغة برضو طبعا احنا لسه ما وصلنا لهاش قوي لكن والله قد نوصلها بعد شوية لو استمر الحال على كده يا أستاذ إبراهيم في نقطة مهمة جدا هو أنا لما أستبق وأقول أن اللعيب هرم من الماتش هو أنا جال التحليل لطبي بتاعه راجل بقعد وقع بعد أربع دقايق هرم من إيه وكان حصل إيه في الأربع دقايق دون وتغير بعد سبع دقايق من تاني وقع هرم من إيه وهو راجل فرحان أنه محل سيقة مدرب زي كروش وضع فيه سيقته أنه يلعبه باكليفت أو يلعبه ستوبر أو يلعبه خط وصل مدافع إزاي ده يهرب ده فرصة عمره أنه كان يبقى لعيب محواري ده خرج أيمن أشرف خرج ونزل تاني يعني مرتين بيحاول يتحامل وبعدين ليه الظلم ليه نفتيري على الناس تعرف لو كان بعد الماتش يثبت الكشف الطبي أنه في حالة جيدة وأنه كانت إصابة بسيطة ممكن أروح للشك لكن أروح له إزاي والراجل عنده جزع في الرباط الداخلي مش يظهر العملية ربنا يسطر طيب الحقيقة يا جماعة لا تشعر بالنسبة يهرب ليه بصوا هل إحنا مختلفين على أنه تمثيل منتخب مصر أو منتخب أي بلد دي مسؤولية وطنية ما فيش خلاف عليها اسمه المنتخب الوطني السادة نجوم الكرة القدامة المحللين اللي أخبر يمع عبد الجواد عنده الحق قالك ده كان يوم أخبر يوم ما ظهرت الحاجات دي إنه إحنا بقينا نستسهل اتهام لاعب في شرف تمثيل البلد ما هو الهروب إيه إيه الهروب عندك لاعب دولي في بطولة مهمة جدا حضرتك كنجم سابق شايف إنه ده هرب دي مسؤولية في منتهى الخطورة ده اتهام إجرامي قبل كده النادي الأهلي وده أنا بقوله للسادة نجوم الكرة الكبار ليه كراصيد عند الناس أرجوكوا تكلموا في الكرة فنيات قول على أي لاعب أو على أي مدرب فنيا اللي أنت عايزه لكن إيه اللغة المستخدمة فلندا كذا وفلندا كذا وفلندا كذا أولا المهنة الوحدة المفروض لها إخلاق تحتم عليكم تحترموا بعض فما بالك أن هذه اللغة بتتصدر للجمهور اللي بيسمع وانت بتلوموا على الشباب الصغير والأطفال يكرروا الألفاظ دي إزاي لجنة متابعة الأداء المهني هي فين إزاي الألفاظ دي فعلا تستخدم في استوديوهات تحليل أو في برامج سعيا وراء ركوب الترين فين حقق اللعبة دي أستاذ برايا انت بتلتهم واحد في شرف مسؤوليته الوطنية فين حققه فين حقق علي معلول لما طلع نجم كورة سابقة قبل كده والأهل بيلعب في كاس العالم لأندية طلع علي معلول مصاب قالك هرب من المباراة بيدعى الإصابة قعد علي معلول بتاع خمس شهور بنفس الإصابة والكابتن اللي قال كده ساعتها رجع يعتزل بس ليه بتحط نفسك في موضوع اعتزار وانت بتستسهل الاتهام ما انت كنت لاعب انت وهو وهو لكن فعلا انك انت تتهم اتنين لعيبة أحمد حجازي سايب بالتحاد جدة الوحيد من المحترفين اللي جيه عشان الدور السعودي لعبته ما سمح لها بالمشاركة في البطولة مع المنتخد فجيه شارك وقد كده كان مهم في الفريق يصاب أول دهرب واستسهل هذا الاتهام نهيك عن اللغة المستخدمة بقى اعتقد ابراهيم عبد الجواد ما بلغش في حتة كان يوم أخبر ما عرفش ماشي نتمنى نتمنى الناس تراجع نفسها بجد انا بقارن بين المستوى الاداء الشيك الراقي المحترم المهني المسؤول اللي عنده كل شباب التحليل اللي انا قلته لكم موجودين في مش بس في قناة لالي في كل البرامج في القنوات الاخرى لا شباب متعلم مثقف واعد مكتهد بيتكلم بتحليل بيستخدم رسوم ما بيتكلمش من عنده ما بيدعيش ما بيتجوزش ما بيسيقش ما بيجرحش النهاردة الناس بتستنون بصدق بقوا نجوم محترمين وده الفكرة الاحترام فنتمنى ان اللغة يحصل لها ضبط شوية ونحترم اللعيبة والمدربين في اداءهم وإلا بتطالبوا الناس تحترم الروح الرياضية ما كلكم لما بتبقوا مدربين عارفين النتائج كان بتبقى عاملة ازاي فنحترم الناس اللي بتلعب وكان بيطلب من الناس الموضوعية وهو مسؤول عايز الناس تعامله بشكل موضوعي ما تحرمش الناس بقى من موضوعيتك انت لما تبقى في مكان المقيم والمحلل نتمنى ده طيب ده كان يمكن كل شيء يتعلق عن هذه الأزمة في تعارض المنتخب الوطني وكأس الأمم الأفريقية مع الأهل وكأس العالم الأندية لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال كلام مهم جدا عن الكرسي الشاغر وتقاليد الأهلي نادي الأهل انتخاباته أفرزت مجلس إدارة بكامل تشكيله بقايمة كاملة لكابتن محمود الخطيب حرم الأستاذ العمري فاروق الناجح بالتسكية بأعلى الأصوات من أنه يعتبر الناجح بالتسكية وبالانتخاب بالتسكية المنتخبة أو بالانتخاب المذكة ومع هذا تم حرمانه دي فين في العالم مثلا فين في العالم أخوان حد يقولي كده واحد صوتت عليه رغم أنه بالتسكية فالجمعية العمومية ديته 94% من مجمل الأصوات اللي انتخبت فتقوله لا ولو هو فيه ايه طيب من برح كان الاجتماع الأول لمجلس إدارة النادي الأهلي دي الصورة الصورة دي الكرسي الشاغر اللي على يمين الكابتن محمود الخطيب يترجم تقاليد النادي الأهلي لأنه مجلس الإدارة وهو حريص على كرسي نائب الرئيس اللي الجمعية العمومية اخترته واللي محكمة القضاء الإداري حددت يوم 19 ديسمبر موعدا لنظر الدعوة المقامة من الأستاذ العمري فاروق ضد القرار السلبي من اللجنة الأولمبية ومن الجهة الإدارية بعدم اعتماد فوزه بالتسكية ضمن هذه الانتخابات رغم كل ثبوت الموقف القانوني الألف في المية اللي السادة في اللجنة الأولمبية وفي الجهة الإدارية ما سووش النادي الأهلي بنادي السنبلوين نادي السنبلوين ونادي ديكينس ولا مراكزش ومركز الشباب اللي نجح فيها ناس نهيك على نادي الظهور بقول لكم كانت أزمة كاشفة كاسفة كاشفة كاسفة في التحامل على النادي الأهلي وجمعيته العمومية ما اعتمد للظهور لم يعتمد للنادي الأهلي مدرية الشباب الرضا في الإسكندرية اعتمدت انتخابات سموحة بالتسكية في بعض المقاعد مدرية الشباب الرضا في القاهرة اللي فيها النادي الأهلي اعتمدت انتخابات للظهور وهيليوبلس على ذات الوسيقة وذات القيمة في التصويت نفس السمارة التصويت إلا النادي الأهلي لكن مجلس الإدارة كان عند حرصه على تقاليد النادي أولا لم يشكل المكتب التنفيذي انتظارا لحاسم موقف الأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس هيشتغم خلال المجلس بالضبط أنا عايز أقول حاجة بأستاذ إبراهيم صورة الكرسي الشاغر لها تفسير عندي مهم جدا هو احترام مجلس إدارة النادي الأهلي لإرادة الجمعية العمومية بالضبط مجلس إدارة النادي الأهلي ما قالش للوكيل الناجح لا ما انتش داخل المجلس وده حصل في حدة تانية واتمنع لأربع سنين من دخول النادي وصوت على مركزه اللي الجمعية العمومية جابته وفي حضور نفس سيادة الوزير فأنا اللي أنا عايز أقوله هو النادي الأهلي لما بيعمل كده أولا بيداف عن حق الزميل اللي نجح في مكانه ما حدش يستحق أن يقعد عليه ده من وجه نظرنا غيرك احتراما منه لحقك والأكثر من هذا لإرادة الجمعية العمومية لأنه لو قعد عليه حد غيرك أنا بتجاهل حق الجمعية في المية من الجمعية رأي الجمعية العمومية اللي صوتت وأرجو أن تكون دي رسالة توصل لأصحاب الشأن مصلحتكو إيه إن المنظر ده يستمر والإمتى رغم إنه مستوفي جميع شروط الترشيح صحيح ما حصلش اعتراض عليه صحيح عشان نقعد الناس ستكهن هو إيه فيه حاجة ما نعرفهاش أو إيه كانت بانت فيه الاعتراض على ترشيحه ما فيش يبقى وهنا يأتي كلمة تفسير الاستقرار حق يراده به باطل إنك وكان الآلي كده أنت هو مستقر ما أنت حرمني من رئيس المكتب التنفيذي وحرمني من تفعيل إرادة الجمعية العمومية وحرمني من استكمال مجلس إدارة بالنائب بتاعه حرمني من حاجات كتير لكن كوني بتجاوز هذه الأزمات بحكمة وبأصول وبتقاليد راسخة ده نتيجة صلبتي أنا وقعدتي أنا ورسوخي اللي مستمده من تاريخي مش نتيجة إنك في غيري بقى بيتجاهل كل ده وبيأخد الدعم منك كمسؤول يبقى أنت بتوصله للاستقرار اللي بتحرمني منه وهو قانوناً ماشي إزاي وأنا قانوناً ماشي إزاي هذا هو الفريق الذي أردت وأن وضحه وأرجو أن يطلع رد بأي رد أي رد مش معقولة كل مرة نروح لأصحاب الشائل نكلمهم طب مش ردين وكان الأمر كده بيتحل هذا أمر خير مقبول في إدارة الكرة في مصر بما تستحقه مصر من مكانة كفاية بقى وصاية على الكرة مصرية من بعض الأفراد كفاية طيب الحقيقة في سياق الأزمة دي أزمة الأستاذ العامري فارونة جاحة بالتسكية عجبني جداً رأيي للأستاذ أيمن بدرة ناقدنا الرياضي المحترم الحقيقة أيمن بدرة رغم ما أعلمه عن علاقة وسيقة على المستوى الشخصي له مع الدكتور أشرف صبحي على المستوى الشخصي حتى من قبل ما الدكتور أشرف صبحي يجي للوزارة بسنوات إلا أنه هذه العلاقة الشخصية لم تمنع الزميل العزيز والنقد الكبير الأستاذ أيمن بدرة من كلمة حق في موقعه اللي بنبارك له عليه ونتمنى له فيه كل التوفيق موقع ملعبكم كتب أيمن بدرة عجائب الجهة الإدارية في رفض تصويت الأهلوية وبيشاور بوضوح شديد على مسؤولية الجهة الإدارية وبيقول سؤال الجهة الإدارية التي قررت عدم اعتماد فوز العمري فاروق العمري بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي رغم أنه حصل على أصوات تسعة تاشر ألف ربعمائة وثنين وسبعين عضوا من أعضاء النادي الذين هم أعضاء الجمعية العمومية وبعد ذلك حضراتكم طلبين موافقة الجمعية العمومية ويجا عشر خمستاشر علامة استفام وتعجب هو التسعة تاشر ألف لا يمثلون الجمعية العمومية هل عضو النادي الذي قدل بصوت في الاستمارة بعلامة موافقة على اختيار العمري في منصب نائب الرئيس غير عضو النادي الذي سيحضر اجتماع الجمعية العمومية ليرفع يده بالموافقة من عدمه وعشر علامات استفام وتعجب وبيقول أيمن بدرة هل حضراتكم تتصورون أن عضو النادي الذي حضر وسجل أمام السادة القضاء وحصل على الاستمارة الرسمية بأسماء السادة المترشحين كان مسلوب الإرادة حتى تطلب منه الحضور مرة أخرى للتصويت ويتحدث أيمن بدرة عن كل ما سبق عرضه وبقول يبدو أن الجهة الإدارية في وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مدريت القاهرة لم تتخلص من هذه البيروقراطية ومعها بالطبع اللجنة الأولمبية وقررت كل منها اتباع تفسير صفستائي للائحة الواضحة أن عضو النادي الذي حضر أمام القاضي الجليل وسلمه بطائة الرقم القومي وبطائة العضوية لا يمكن نعترف بأنه صوت بالموافقة على العمري وبيقول لهم إذا كان الوضع كذلك أكيد أكيد كان الأفضل للعمري أن يدخل منافسة على المقعد مع الدكتور وليد الفيل الذي تم استبعاده في النهاية بحكم قضائي بعد أن دفعت الجهة الإدارية بعدم قانونية ترشحه وعشر علامات استفهام وتعجب الجهة الإدارية هي اللي سعت لده وهي اللي خلقت الأزمة وهي اللي عقدتها فالأهل الرحل للمحكمة هو لما الجهة الإدارية اعترضت على الأستاذ وليد لو كان الأستاذ العمري عنده أي خدش في صلاحية موقفه ما كانت اعترضت عليه وكما لكن ده نزل من موافقة الجمعية الإدارية وترح الاستمارة وتوافع عليها وتوقع عليها بالموافقة وترحت أمام الجمعية العمومية الأشمل كيف للجزء أن يلغي الكل يعني الجمعية العمومية العادية تبقى كورم بنص الجمعية العمومية اللي صواطت يعني 22 محتاجين 11 هل ممكن الجزء يلغي الكل اطلاق ازاي الكلام ده طيب مجلس الإدارة بقى في جلسة المقعد الشاغر احترماً لإرادة الجمعية العمومية ولحق الأستاذ العمري فرو انتظاراً لكلمة القضاء اللي بناسك فيه طبعاً كل الثقة في جلسة حُددت لها في محكمة القضاء الإدارة يوم 19 ديسمبر قرر المجلس بالأمس مجموعة قرارات مهمة حناقش المهندس عادل فيها قرر المجلس تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي إلى قطر في الفترة من 15 ل23 لمواجهة الرجاء في مباراة كأس السوبر كما قررت الموافقة على تفويض الكابتن محمود الخطيب للإشراف على قطاع الكرة والموضوعات العجلة اللي خاصها بالكرة والموضوعات العجلة ذات الشأن يعني وده استمرار لسياسة مستقرة في نادي الأهل في التفوض الدائم في تفعيل لوجهة نظر الكابتن محمود الخطيب لما اختار المهندس خالد مرتاجي لمنصب أمين السندوق ألا عايز فعلا همزة وصل تفعل كل هذه الشركات بالذات ذات الصلة الدولية أنا بس عايز أشرح حاجة مهمة جدا لأن فيه لفظين ممكن يعدوا والناس لا تخلي بالك من دقة القرار أيها أنت أمين سر الجلسة تفويد الكابتن الخطيب في القرارات العجلة الخاصة بالتفويد يعني خد قرارات ما ترجع ليش اعتمدوا بعدين بس أنت عشان دي قررت عجلة أنت مفوض تكليف مش تفويد بقى المهندس خالد مرتاجي أنه في التنصيق بين الشركات أنت هنا ما بيخدش قرار ولكن بينسك ويخدش بوجهة نظر هذه الشركات إلى مجلس الإدارة يأخذ القرار في مجلس الإدارة الفارق بين التفويد والتكليف أن التفويد من حقك تاخد قرار قبل أن تعود إلى مجلس الإدارة التكليف ما تقدرش تاخد قرار إلا بالعودة إلى مجلس الإدارة وقرر مجلس تكليف الأستاذ طاري أنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة لجنة العضوية على أن تضم اللجنة في عضوياتها كل من الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة والدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي بالإضافة إلى المدير المالي ومدير الاشتراكات وفي السياق نفسه قرر أثناء الجلسة تفويد أو تكليف الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة منسقا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المشرف على الكرة مفوضا من المجلس وشركة الأهل لكرة القدم كما قرر المجلس ضم الكابتن حسام غالي لعضوية لجنة تخطيط الكرة في النادي اللي بتضم الكابتن محمد صالح والكابتن زكريا ناصف في منطال منطقية ويمشي في إطار تجهيز الكواد الكواد والاستفادة من الكواد الأيضة ومش بس تجهيزها هو الكابتن حسام غالي ما هو كان في في مجلس إدارة شركة إدارة الكرة أيها فلما يكلف أن يبقى منسق بين الكابتن الخطيب كموفر ده منطقي جد والشركة كمان خبرات الكابتن حسام غالي السابقة تؤهله طبعا أن يكون في لجنة تخطيط ويكون برضو أحد همزات الوسط الوصل الكبرى بين لجنة التخطيط وجهة نظر بتبقى مبنية على كابتن إداري مارس هذا الأمر في خلال تواجده سواء في الفترة القصيرة كمدير رياضي في النادي الأهلي أو تواجده في الشرف على الكرة في الجنة والحقيقة هنا القرارات تعكس لك رؤية الكابتن محمود الخطيب رئيس المجلس فيما كان قد طرحوا أثناء الانتخابات أثناء فترة الدعاية لما حدد الكابتن حسام غالي قال أنا willst عليك الناد قال أنا الكرة عصب النادي شيئانا أم إبعينا كرة القدم عصب النادي الآلي شعبيت النادي الآلي قائمة على كرة القدم هي القطر اللي بتقود سيارة النادي الآلي أو حابلة النادي الآلي اقتصاد النادي الآلي مبنى على الكرة فكانت رؤية كابتن الخطيب اللي قالها في فترة الدعاية الانتخابية أنا قلت لحسام تعالى عايزينك فحسام قال له حاضر وكانت رؤيته قال لك أنا عايز حد معايا يساعد في السفريات يساعد في همزة الوصل يساعد في الربط ما بين شركة الكورة والمجلس الإدارة وقطاع الكورة فبالتالي هو شاف حسام غالي مؤهل لهذه المهمة فجابه من شركة الكورة لمجلس الإدارة أو طرحه للترشيح والجمعية العمومية انتخابته وقال أيضا بالنسبة للمهندس خالد مرتاجي ليه اختار خالد مرتاجي على وجه التحديد لقطاع أو لمهمة أمين السندوق صلاته الدولية علاقاته الدولية خبراته في إدارة شركات دولية فبيتضح هذا الاختيار أو هذا السبب في هذا الاختيار للمهندس خالد مرتاجي لما المجلس في أول اجتماع بيكلفه بمهمة التنسيق بين المجلس وبين الشركات الأربع المساهمة في النادي أثناء الجلسة استعرض المجلس التقارير الواردة من الكابتر رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي والدكتور ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد بخصوص الكابتن أحمد سمير الجزار ده مدرب فريق النشيين موليد 2010 أوضحت التقارير أن المدرب يعمل في الأهل من 2014 وحتى الآن بيتمتع بسلوك جيد ومنضبط لم يصدر بشأنه أي ملاحظات أو شكاوى خلال تلك الفترة إضافة إلى أنه أحد أبناء أسرة الأهل لكرة اليد اللي مرسوا اللعبة داخل جدران النادي فضلا عن إشادة عدد كبير من أولياء الأمور بأنهم هم من كانوا يطلبون من المدرب تعنيف اللاعبين حرصا على مستقبلهم ومستواهم الفني وبناء عليه راع المجلس كل هذه الحيثيات واتخذ قرارا بإيقاف المدرب أحمد سمير الجزار حتى نهاية الموسم وبيقول بيان المجلس ده قرار تقويمي بعدما أشارت كافة التقارير إلى أنها السابقة الأولى للمدرب أحمد سمير الجزار وأنه لم يسبق أن سلك خلال فترة عمله سلوكا عنيفا أثناء عمله مع الفريق خلاص ما أنت قلت كل حاجة يعني أنت قلت أن المجلس درل أقبل هذا السلوك وكان من الممكن أن يكون قرار أكثر عنفا لو كان سلوكا معتادا أو متكررا فكرة لما تيجي تقول ممنوع الضرب في المدارس أنت مش بتحمي تجوزات التلميذ أنت بتحمي أنك تطلع تلميذ سوي الكلمة تأذيه أكثر من الصفعة فإذا كانش اللاعد مؤهل أن يفهم التعليمات وينفذها يبقى اللعاب اللي يطلع لك الضرب يعلمه بنقصه لأن ده سلوك في حتة تانية أنك تتروح ورشة تلاقي اللوسطة عبده بيدرب الوقت بالمفاك عشان يعلمه ويقول لك ما هم كلهم بيطلعوا كده غلط غلط أنت بتطلع ناس فيها نزعة العنف لكن لما تيجي في مفهوم الرياضة لا مفهوم الرياضة أنك تبذل أقصى الجاه تسمع الكلام تنضبط ده ما جيش إلا بالقناعة والقناعة مكانها العقل والعقل بالمنطق وبالقضوة حرص النادي الآلي اللي شافع لمدربه أنه ما يبقاش في قرار أعنف من كده أن دي سلوك غير معتاد منه وأن فيه ناس كتير شايفة كان يؤدي طوره بأمانة أنا أعرف كابتن سمير الجزار لعب دولي كان في النادي الآلي ورجل يعني وكني له كثير من الاحترام والتقدير ونعتبرها غلطة كلنا بنتعلم من الأخطاء طيب الفرصة بقى للراغبين في الانضمام لعائلة الأهل وعضوية النادي الفرصة لسه قدامكم بالأسعار القديمة بس مش الفرصة هتطول مجلس إدارة قال لغاية أول إبريل فقط تم اعتماد قرار بزيادة قيمة الاشتراكات في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والتجمع من 250 ألف ل350 ألف يعني فيه 100 ألف جنيه زيادة هتنفذ إمتى على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من 1 إبريل 2022 يعني في الثلاثة أربعة شهور اللي جايين دول اللي عايز ينضم العضوية الأهل سواء في التجمع والخامس أو في الشيخ زايد الفرصة قائمة على 250 ألف يلحق يتقدم لأنه بعد الثلاث شهور وابتداء من 1 إبريل سيتم تفعيل قرار مجلس الإدارة بزيادة العضوية إلى 350 ألف في الفرعين في كل فرعين هو ده مهم ليه أستاذ إبراهيم لأن النادي لا يعمل يعمل إنشاءات أي فبيدي فرصة لحد ما يستكمل الإنشاءات ويخش على المرحلة الجديدة بتاعت الإنشاءات الجديدة بالضبط تستوعب أنا أرجو أن أي إنسان يعني كان مكسل ونفسه يبقى عده في الشيخ زايدة أو في التجمع يغتاني ما دي الفرصة حيوفر 100 ألف جنيه وعلى فكرة يوم 1 إبريل مش هتلاقي حد يستثنيك ما تعتمدش على دي طيب المهندس عادلي قال الزيادة تبدأ في 1 إبريل علشان الطاقة الاستيعابية للمنشاءات الرياضية الجديدة المجلس قرر في هذا السياق في جلسة الأمس تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بالشيخ زايد تضم هذه المشروعات إنشاء حمام سباحة وأماكن جلوس خدمات للأعضاء في المنطقة الملحقة بالحمام على أن يتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل التصميمات الخاصة بالحمام كذلك إنشاء مسجد وأماكن انتظار سيارات وجيم جديد ومبنى تغيير للملابس مع تجديد الأسوار والبوابات بالفرع شوف كل الحاجات دي موجودة كخدمات يعني في جامع أو في جامع عاديين جامع أكبر وأكثر تطورا في مكان يقدر يخدم على في جناين في جناين في جناين في جناين بس عايزين نتواسع في حمامات سباحة زي البحيرات وفي حمام أولمبي آه فيه بس عايزين واحدين عايزين لأن أنت بتراعي تنامي أنت بتتكلم على مساحة 135 فدان أنت استغلت 40% منها أو 35% منها فأنت بتستشرف المستقبل مع الكلاب هاوس الجديد اللي حتعمل الكبير بقى اللي هيساع كل الكلام ده فإحنا بنتكلم بتسبق المشاكل بتسبق الأزمات هذا هو العمل المؤسسي وهذا هو الاستقرار يجي أي حد حيكمل هذا الكلام طيب كمان قرر المجلس في جلساته الأولى بالأمس تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بمدينة نصر وتضم هذه المشروعات استكمال أعمال إنشاء ملاعب الإسكواش إنشاء تلت ملاعب كرة قدم خماسية ذات النجيل الصناعي إضافة إلى دراسة وتنفيذ السلم الكهربائي للجراش الجديد والموافقة على اتخاذ هذه الإجراءات هنا بقى خلينا نقول نقطة مهمة في القرارين الخاصين بالأعمال الإنشائية لحظوا تكليف إحدى المؤسسات الوطنية النادي الأهلي من البداية بيعمل من خلال إدارة التشغيل بالهاية الهندسية للقوات المسلحة وده منتهى التناغم في العلاقة منتهى التقدير لسرعة إيقاع العمل وإنجازه منتهى الحرص على أن أنت بتتعامل مع مؤسسات الدولة ذات السمعة الوطنية الكبيرة حرصا على إنجاز كل هذه المشوعة أنت بتدرب يا أستاذ إبراهيم عدة عصافير بحجر واحد بتروح لمؤسسة موصوق فيها بتدي لك الكواليتي أو الجودة اللي أنت عايزها في التوقيطات يمكن التي تسبق أحلامك وبتتفادى مسألة مهمة جدا إجراءات كثيرة أنت بتتعامل مع دولة في الآخر مؤسسات الدولة فأنت بتضمن أن السلامة المالية في كل إجراءاتك فبتضرب عصافير كثيرة جئدا بحجر واحد وده اللي بيخليك ده سعيا لإيه لنوع من أنواع الاستقرار يجي أي حد أهلا وسهلا اتفضلوا شوفوا ورقنا هتجدوا أن كل حاجة ماشي بالطريقة دي طيب رغم هذا الحرص ورغم هذا الأداء ورغم هذا الدور الوطني الكبير اللي النادي الأهل بيلعبه وبيعمله وبيحرص عليه الموقف غير مفهوم على الإطلاق في علاقة الأهل بالجاهة الإدارية وهنا أتحدث عن معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي عشان كده كانت مجلة الأهل النهاردة في عددها الأهل عايز حقه يا معالي الوزير علشان يقدر يقوم الأهل ليواصل دوره الكبير الوطني الكبير الأهل عايز حقه يا معالي الوزير حقه وهنا ليه بقول حقه لا منحة ولا هبة ولا عطية ليحة وزارة الشباب والرياضة في 2013 ودل أشار إليها الأهلي في ست خطابات خلال خمس شهور مونسعد لأشار في البداية لغة التناش لغة غير مفهومة احنا بنصدر معاني ومفاهيم للناس ما يصحش تكون إنه لما جهة كبيرة محترمة بحجم النادي الأهلي تخاطب جهة كبيرة محترمة زي الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أبسط حق للنادي الأهلية معالي الوزير إنه يترد عليه يترد عليه بحاجة من اتنين يا إما ما عنديش ليحة من 2013 بتقول إنه الفريق اللي بيأخذ بطولة أفريقيا لهم مكافئات وبالمناسبة تقدر تسأل المهندس حسن صقر وزير الشباب والرياضة أو رئيس المجلس الأعلى رئيس جهاز الرياضة وقتها من أجلس القوم للرياضة هو صاحب هذا القرار تقدر تسأله الوزارة فيها قرار بهذا المعنى فيها لايحة مكافئات بهذا المضمون ولا لا هو استند إلى التصرف اللي عمله الوزير طهر أبو زيد لما قالك ده أنا مش مجبر ده تصرف فردي لكن أنا بتكلم على سند لائحي موجود في لايحة مكافئات الوزارة هنا يترد على الأهل يتقال له حاجة من اتنين يا ما عنديش لايحة وانت بتتكلم غلط يا انت ما خدتش بطولة أفريقيا التاسعة والعاشرة وبتضحك علينا لكن أما وإنه الأهلي جهارا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد خد بطولة أفريقيا وفرح الملايين من جماهيره اسمح لي بس رد تالت وهناك لائحة مكافئات خاصة إزاي ما يتردش عنده رد تالت يقولك هي كده ما هي كده ده مش رد لكده بنصدر للناس يقول هي كده بنصدر للناس معاني في العلاقة لا تجوز هو ما يقدرش يقول هي كده بس هو بتصرف أن هي كده أنا عايزك تقول لي ليك حق اللي إحما بتقولش كده أو أنت مخدش بطولة ولا هي كده التصرفك بعدم الرد أنت ماشي في سكة هي كده ياريت نشوف يا جماعة صورة من الخطابات الستة اللي في خمس شهور اللي عرضناها لسبوع اللي فات ولغتها صراحة كانت سبق وأن عرضنا بالإشارة إلى خطابنا أرجو التفضل بقبول لغة في منتهى الشياكة والاحترام تليق بالنادي الآلي وتليق بمعالي الوزير بالإشارة إلى اللائحة آه لكن أنا بذكر لك اللايحة بذكر لك لائحة المكافأة اللي عندك وبقول لك والله العظيم خدت بطولة أفريقيا وتقدر تسأل الناس يقولولك خدت بطولة أفريقيا التسعة والعشر ولا لا وعندك لائحة موجودة إزاي ما يتردش ثم الإعانة الإنشائية وهنا أنا بقول المساهمة في الإنشاءات لما النادي الآلي يقوله يا معالي الوزير أنا مش عايز منك فلوس هناك جهة وطنية محترمة وممثلة في جهاز إدارة التشغيل ليه مستحقات عندي ليه مستحقات عندي وأنا ليه مستحقات عندك يا سيدي اعمل ابعت مباشرة للإدارة الهندسية بالقوات المسلحة المئة وثلاثين مليون جنيه اللي مطلوبين مني أنا ما عملتش غير أن أنا أنشأت هذه المنشآت لما أجأ أفتتح صالت كاراتية صالت والوزير رجل من أبطال الكاراتية أكيد يعلم حجم إسهام النادي الآلي في بطولات الكاراتية والتحاد الكاراتية كما يعلم أنه صالت تنس الطاولة بتخرج لمنتقب مصر أفضل للأبطال في أفريقيا مبارح يا معالي الوزير أكيد سمعت على هانا جودة هانا جودة هذه الطفلة المصرية المعجزة بتاخد تحت 15 سنة الميدالية الزهبية لزوجي بطولة العالم في البرتغال بتاخد مع اللعبة اليابانية الميدالية الزهبية وبتاخد في الفرد الميدالية الفضية لبطولة العالم هانا جودة خريجة هذه الصلاة اللي النادي الآلي بينشأها لهؤلاء الأبطال عشان فعلا يقدموا النموذج المصري الرائع لللاعب الرياضي المصري وللطفلة المصرية في بطولة العالم مباراتها مع البطلة اليابانية كانت شديدة الندية أربعة اثنين وكل الأشوات قريبة يعني كانت قابقة وسينة وقادنت حقل زهبيتين فده إنجاز يجي لك كل قد إيه ده ومين يقدر يقدمه لغير نادي بيشتغل بشكل نادي الآلي في هذه الرياضة وألاقي في كل أبطال تنس الطاولة اللي خرجتهم صلاة النادي الآلي منتخب مصر بنسبة 95% من لعبيه ولعباته ناشئيه وناشئاته من أبناء النادي الآلي ومصنف عالمين المصنفين عالميا من أولاد النادي الآلي ألاقي السكواش نفس الدور فلما النادي الآلي يقول لي معالي الوزير الإعانة الإنشائية مش بتتعلق بي أنا مش رايح أصرفها على أي حاجة أنا بكلمك على منشآت رياضية تخدم البلد وتخدم منتخبات البلد وتقدر تخليني أساهم بهذا الدور الوطني في أن أنا أقدم للمنتخبات الوطنية كل هذه العناصر رعاية الشباب تربية الناشئة وأنا لما بتكلم على أن النادي الآلي إسهاما منه في التفاعل مع توجه الدولة في رعاية زاو الهمم فيضيف لأجندته الرياضية لجنة خاصة بسباح زاو الهمم وينضم إليهم أحمد طارق زي ما شفت ترحيب الكابتن محمود القطيب به وتوجيه الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبد فتاح السيسي على رعايته لكل الرياضيين وبالذات فئة زاو الهمم والنادي الآلي يضيف لأجندته الرياضية في استمرار نشاطه لخدمة ولاد بلده هذا البرنامج إزاي يتطنشي نادي الآلي إزاي ما يتردش عن نادي الآلي إزاي ما يتقلوش ليك أو ملكش إزاي ما يتروحش الفلوس ثم إنه هو النادي الآلي ما بيتكلمش أبدا بمنطقش معنى اللفظ المستخدم عند غيره لأنه لو تقلش معنى هيتقل فيه أندية أخرى بتعان الوزير بيقوم بدوره تجاهها بتتوجه له خطابات شكر على هذا الدور ويشكر على هذا مهمته إقالة كل الأندية واللهيئات من عثراتها ده دور مهم جدا سنة مؤدد من نفس الشركة اللي مش عايز تديني حقوقي أنا كنادي أهلي يبقى لي وأنا بقوم بهذا الدور على كل هذه الألعاب وتجاه كل هؤلاء الأعضاء في أربع مقرات بيمثلوا طفرة إنشائية وأعمارية وتنموية كبيرة جدا في أربع مقرات يبقى أن نادي الآل لقوة عند الشركة الرعية 328 مليون جنيه ما ياخدهاش في الوقت اللي سيادة الوزير بيسعى إنه نادي الزمالك ياخد حقوقه من نفس الشركة مستقبلا بعدين يتقال لك إيه أصل النادي الآل مستقر وزمال المستقر طب نضرب استقراره بقى نضرب استقرار فين استقرار المادي مش موجود الإداري بتتحدى الجامعات العمومية بتدينيش مجلسه بالكامل الكرة بتعمل لي تعارض بيني وبين المنتخب في الأداء يعني يعني هل هو ده مفهوم الاستقرار أنا مستقر أن أنا بالأفراد موجود ماشي صح وماشي صح وما بتدينيش حقوقي فبتضربني في استقراري بقراراتك أنت مرة ما تنتخبش ما تعتمدش تقرير الجامعية العمومية وإرادة الجامعية العمومية ثم عدم بازل أي جهد لحصول النادي الأهلي على مستحقاته مع أنه النادي الأهلي بمنتهى الوضوح والاحترام قال له معاليك يا معالي الوزير حول قيمة كذا للشركة أو لجهاز الدراء الهندسية في القوات المسلحة هي اللي قائمة بالأعمال الانشاية وانتم ملاحظين أنه النادي الأهلي فيه قراراته حتى الجديدة في الأعمال الانشاية الجديدة تكليف إحدى الشركات أو المؤسسات الوطنية لأنه بيعمل من خلال مؤسسات الدولة يعني أنا ما طلبتش منه أن ياخد جزء من مستحقات الشركة الرعي وأستطيع أن يضغط عليها زي ما بيعمل ويروح يتفحل ما طلبتش منه كده أنا بقوله الفلوس اللي ليه عندك اديها للهيئة الهندسية ايه تاني مطلوب يعني نرجو نرجو الأمور دي جيلنا يعني نجد ليها صدا احنا بنثمن دائما وعايزين نتعاون دائما مع الجهة الإدارية وبنثمن دورها عايزين نتعامل على الاتحادات لكن الحقيقة ما يحدث الآن مع النادي الآلي في الأشهر الأخيرة يخليك منتج فاهم ايه اللي بيحصل نطلع لفاصل ربما نعرف ايه اللي بيحصل وبعده نتواصل متواصل مع حضراتكو زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل النادي الآلي علشان يقدر يقوم بهذا الدور عشان يقدر يسعد هذه الملايين من جماهيره أعضاء الجمعية العامة للنادي الآلي اللي موجودة في كل شارع وكل بيت وكل قرية وكل ناجع وكل مدينة وكل كفر وكل مكان داخل البلد وخارج البلد هناك الملايين من محب النادي الآلي النادي الآلي عشان يقدر يقوم بهذا الدور لإسعاد كل جماهيره والأهم منها عشان يقدر يطلع بدوره الكامل في خدمة المنتخبات الوطنية إحنا النهاردة لما نبص يا معالي الوزير ما فيه منتخب في لعبة إلا والنادي الآلي بيساهم بنسبة ما تقلش عن 50-60% من العناصر من لعبي وأبناء النادي الآلي نهيج على المنتشرين في كل الأندية من ناشئين وأبناء النادي الآلي النادي الآلي لما بيتكلم وبيطالب ويبعد ست جوابات في خمس شهور أولا ما يتعلق بمكافآت أبطال أفريقيا هذه حقوق منصوصة عليها لا إحيا في الوزارة دي مستحقات لكن لما ينشئ النادي الآلي عشان يقدر يقوم بدوره بقى لأعضاءه والمنتخبات الوطنية والفرق الرياضية والدور الكبير بتاعه النادي الآلي أنشأ منشآت رياضية قيمتها كامل 800 مليون جنيه 800 مليون جنيه النادي الآلي تحملها لإنشاء هذه المنشآت كل اللي طلبوا من معالي الوزير يا سيدي أنا مقدر أنت مش هتدفع الرقم ده بس ادفع 10% ادفع 10% مساهمة للنادي الآلي في هذا الملف الإنشاء البخم والنادي الآلي قالك أنا مش ما تدهوليش أنا حولوا للهيئة الهندسية اللي قايمة بهذه الأعمال أنا فكرة دي في سياسة وزارة الشباب دعم المنشآت الرياضية أنا أذكر أذكر المبنى الإداري بتاع السكواش ده والله اللي قاعد 7-7 سنين مستني تشطب كان بيستني حوالي 9 مليون جنيه فلما جه الوزير خالد عبد العزيز أنا كنت بتوصل معاه ياما كان مسك هيئة مؤسسة التمويل الأهلي كان من حقها تدعب بعض المنشآت الرياضية بالشروط يعني فالرجل هو بيدرس جاء وزيرا فمعاه الملف سبق ما سبقه من وزراء وجاء في وقت المنشآت محمود طهير ودى هذا الدعم اللي المجلس كامل بهم أنت النهار دا عمل وانت بتستعرض البطولات قلت ووافل السكواش نتيجة ايه المنشآت دي يجي حوالي 6 ملاعب أو أكتر سكواش على أحدث مستوى عملت نهار دا رياضية اعطيني ملعبا أعطيك بطلا فانت بتاخد دلوقتي النهار دا الصالة العبقرية اللي تنس الطاولة اللي تحت مجمع الصلاة في مدينة ناصر الجبارة دي أفرزت لك عمر عصر أفرزت لك دينا مشرف دينا مشرف كل الهضيب الدولات لي كل الأبطال كله منتخب مصر دا تمانين في النهار خالد عصر لكن التصنيف حتى الدولي اللي بقى من خمسين ونت نازل حاجة ما كانتش مسبوقة من أبناء هاي زي الصالة من أبناء زي الصالة أنا النهار دا بعمل بعمل لك منشآت بـ 800 مليون جنيه هل أنت لما تدعمني بعشرة في المية بـ 80 مليون جنيه مثلا أنت بتدعم بتدعم الرياضة في مصر بالزبط أنت بتدي مستحقات عشان أقدر أخدها عشان أقدر أكمل منشآتي أواصل دوري وعمل لك صلاة جديدة وعمل لك قاعد جديد أنا مش أخدها بصرفها في أغراض أخرى أنا صرفتها قريب الديهاني الديهاني وساعدني أخذ مستحقاتي عند الشركة الرعي زي ما عملت مع غيري ساعدني هذا أمر خاص بالرياضة المصرية اللي أنا بساهم فيها بقصة كبير جدا مع الرياضة المصرية بتستمتع به اللجنة الأولوبية ووزارة الشباب لأنه ده جزء من دورها دعم الرياضة على مستوى الممارسة وقطاع البطولة أي فالحقيقة مطلب يستحق الرد العادل مش أكتر من كده بالضبط في مكافآت خاصة بأبطال أفريقيا زي منظمها اللايحة دي مستحقات نتيجة أو مكافآت منصوصة عليها في اللايحة والتاني دعم إنشائي يتحمل جزء من ما يقوم به الآلي من ملاعب وصلاة لخدمة الرياضة المصرية خاصة يا أستاذ إبراهيم وصلت لـ 800 مليون خاصة يا أستاذ إبراهيم إن الوزير والجائد الإدارية الشاهد عيانا على تنفيذ هذه المنشآت ده بيجي يفتتحها ويشيد بيها خاصة أنا سيد الرئيس بمجرد ما شاب إن فيه إجراءات بيروقراطية معطالة بعض الإنشآت في مدينة ناصر وفي الشيخ زايد وجه بإن لا دولهم خليناك تشتغل سرعة الإنجاز مش مطلوب أكتر من كده يعني قبة الدولة بتهتم وبتحل عايزين بقى الجائد المعنية اللصيقة بالرياضة واللصيقة بالأندي المؤسسات اللي منها النادي الآلي اللي بيسبق أنا مش بقولك الديني عشان أعمل أنا بقولك أنا عملت الديني عشان أسدد أنا حطت 800 مليون جنيه حطت معايا 80 مليون جنيه عشان أستلم التجمع مثلا وافتح النادي بتاعي اللي هو حيبقى تنموي للمنطقة بتاعة المناطق المحيطة بيط وطن والمناطق المحيطة بيط يقول للمنطقة بتاعة العصبة الإدارية لما النادي الآلي ينقل اسمه وشعبيته وأعضاءه لمنطقة زي كده ده قمة الدور الوطني في الإعمار المباشر السريع طبعا لأيدي كل الناس اللي في العايزين أندية هتبدأ تظهر أمام النادي الآلي خلف النادي الآلي هو ده اللي احنا عايزين نقوله يعني ادعم الأندية في البنية الأساسية ما تدعمنيش نصرف على نشاط مش هشتري العيدة مش هشتري العيدة بفلوسي أنا مش شركة الكورة يعني ما هدي لك أنشطة لا يمكن تكون بيجيب مليم زي ألعاب القوة انت عارف النادي الآلي لو رفع عيده عن ألعاب القوة مثلا خلصت خلصت في مصر هتبقى مسؤولية الاتحاد الهيئة العسكرية فقط والنادي الآلي بيسهم معاها كتف بكتف طيب أنا مش بطلب منك حتى دعم في الألعاب القوة أقولك طيب أنا هشرف عليها فني وأنت شرف عليها مادية مادية أنا بقولك يديني في منشآتي وأنا أما القطاع البطولة أنا هدي لك أبطال بس وخاصة أن أنت لما بتحتاج زي المنشآت في بطولاتك الدولية بقولك اتفضل ما عنديش أي بالعكس أنا أسعد أن الاتحادات والدولة تستخدم زي المنشآت معايا لأن ده اعتراف بما أقدمه أنا للبني أنا مش هتطلع بطل من غير منشآة بالضبط كده مش هتطلع العيب من غير ملعب والبطل بيجي من نادي أم المؤسسة طبعا ما بيجيش من الوزارة طبعا يعني أنت للوقت عملت استاد وعملت ملاء حيجي لك البطل منين من نادي اللي هو بيعمل بالضبط يعني منشآت موازية تساعدك وهو والوزارة فعلا بتقوم بالدور ده في كل الأندية الدعم الإنشائي ده موجود لكل الأندية النادي الأهل بيتكلم على إنه ما يتم منحه لكل الأندية الشقيقة يتم توجيه 10% للنادي الأهل 10% من حجم الإنشاءات الرياضية اللي خدم بيها أو أثر بيها الأهل منشآت بـ 800 مليون بـ 800 مليون صالح البلد لأنه في النهاية لما تيجي تنظم بطولة لما تيجي تعمل أي حدث يعني هو معالي الوزير زي ما أشدنا بيه باهتمامه منه يجي الافتتاحات ويشيد بالنادي الأهلي ترجم هذه الإشادة بس ننتظر ونتمنى يعني بعد الخطاب السادس ما عرفش في إيه تاني لكن هنطلع نشوف دلوقتي هناك كلام كثير بـ بعض متلسانه يعيشك إنه الأهلي ويعيشك للأشقاء في تونس زي شكرا عندنا الأخوة في تونس يقول لك يعيشك يعني تشكر تعيش ظهر واحد من نجوم أو لعبي الصفاقسي ولعبي نادي الترجي السابقين حارس المرمى الناصر البدوي كان ضيف الحقيقة في أحد البرامج على قناة التاسعة القطرية كان معاه الزميل العزيز محمد الجزار النقد الرياضي المتميز والمنطلق الحقيقة في قطر والإعلام الخليجي الناصر البدوي قال لك ليه الأهلي بياخد بطولة أفريقيا تفسير جديد نشوفه النهائي اللي نحتوه ضد نادي السفاقسي في تونس ما كانش الحكم لارتها خارج السرب لا نقول لنا نقول لا هذا كلام صحيح لا هذا كلام صحيح أرجع للمباراة هرجع للمباراة هرجع المباراة هرجع للمباراة ياهديك ربي عشت مباراة 2006 كنت أنا رئيس فرع كورت قدم في النادي الرادي السفاقسي هدف بوطريكة ما فيش زوز أهداف نحام جودتوش للنادي السقسي بساعد الخط بصا كابت النصح أنت لما تقول حاجة وتتهم حد اتهمه بالأدلة والمستندات هو طبعا واضح هو كان بلعب في النادي السفاقسي فموضوع هذا في بوتريكا طبعا ذكرى مؤلمة سياق المباراة هو بيقول لك اتلغلنا أهداف وفي صيدات واضحة جدا هو يقدر يلغي لك في ملعبك في نهاء زي دا إذا كان شيء واضح ومؤكد وجونة بوتريكا يتلغي ازاي لا ما ما تكلمش بقى على جونة بوتريكا هدك اتلغلنا هو بس ترجمة كلامه هو بيقول لك علشان انتو دولة المقر انتو كل حاجة هو بقى بيلقح على حاجة أكبر ده دولة المقر اللي بتدفع تمن الكلمة دي في كل بطولاتها وخصوصا النادي الأهلي طيب والأهلي من دولة المقر عشان برضو الكلام ما ينتشرش بدون رد وقعي ما هو الحكم برضو الأفريقي هو اللي خلى الأهل اتعادل مع الصفاقس في مباراة الزهاب هو لو اللي تحكمها يجامل الأهلي عشان يلغيلوا قرارات للصفاقس هناك طيب ما كان جامل للأهل هنا وليه الأهل اتعادل هنا أصلا ليه الأهل يسافر تونس متعادل الأهم كمان طيب ما همع الأندية التونسية الشقيقة والأهلي في دولة المقر نفكر الأخ النصر البديوي تجاهل أظن اللي حصل مدام أنت بتتكلم في هذا الشق في 2007 الأهلي مع النجم الساحلي زهابا وإيابا زهابا وإيابا شوف الأهلي اتسلب منه كاس دور الأبطال في 2007 ازاي نفكرك ما حدث في مباراة الزهاب من الحاكم محمد براكات على تون لإسلام الشاطر يتقدم ويراوق ويدخل منتقة الجزاء والحكم الكاميروني يطلب اللعب محمد براكات كان داخل منتقة الجزاء والكورة بضربة مرمى والتموية محمد براكات الورقة السبراء وسيحرم من اللعب في الدور النهائي في ملعب الكلية الحربية بداعي التموية في حواره مع مجد تراوي أترك لكم الحرية في التعليق عن هذه المخالفة مشاهدنا الكرام إن كانت ونالك المخالفة أم أنه التموية اللعبة بتوضح إن اللعب شدهم الشرط كده نيخلعهم خد مش بس ما حسبلوش ضربة الجزاء ده حرمنا منه في مباراة العودة لإن الانذار ده كان يحرم براكات إن نلعب مباراة العودة فجاء الظلم المتعمد بعد ما تديني ضربة جزاء تخلص هناك أخلص على بركات ده أنت خلصت علي حرمتني من واحد من أهم نجومي في مباراة العودة أما ما حدث من المباراة العرجونية يعني هو أقولك العرجون المستقيم العرجون القديم لم يكن مستقيم نشوف ما حدث من هذا العرجون القديم في مباراة العودة في القاهرة هيا دي هو أبو تريكا يلا أبو تريكا دربة جزاء يلا إيه يا راجل إيه يا راجل أبو تريكا رايح ودربة جزاء صح مداش دربة جزاء العرجون هتشوفها يريد بس المخلج يادهلنا حلوة ويدهلنا بالبطير أبو تريكا رايح وعدّ يا راجل فيها إيد فيها إيه مش فاهم أنا عدّ خلاص المدافع يليعب على رجل نشوف تاني نشوف تاني دربة جزاء صحيحة 100% دربتين جزاء فيه أوضح من كده وطرد لعمد النحاس فيه أوضح من ضربتين الجزاء دول يعني غير معقول طبعا يقول لك هسلم ماتش خلص ما انت حرمتيني من انا تفوقي اللي مش هتقدر كنت توصل لجوني بعديها دربتين جزاء ومعظم انما انا مندفع عايز اعود عايز اعود رحت طريد للعيب عايز اعود فطبع الهجمات المرتدة شكلت خطورة وبعد ايه لعرجون بعد كم سنة اعترف لقال لجمهور كان بيجتمني لجبل غندور ورجل يعني قال لك عشان الجمهور كان بيجتمني يعني المسألة الشخصية الى هذا المستوى فنبي بالذات بالذات يعني وايد رامو يعني لا ايد رامو دي بقى حدوتة تانية خالص يعني للاخ الناصر البدوي شوف ايه اللي حصل نفكرك بايد رامو على استقامتها في الشبكة عشان تحرم الاهل من لقب لصالح الترجل تتسعى بالكورة بالقدم اليوم نا ورقصي ييدو هاند بول فعالة هاند بول هاند بول اترامي مش ممكن ليه ما اقول ان يكون حسابها مايكل امرانو على الطريقة الماردونية في الدقيقة الاولى بهدف من لمسة يده صعب صعب جدا على اي حال نشوف الاعداء نشوف من ادي الزاوية وان ادي الكاميرا قادي الرأسية فاتت من شريف ده مش ماردونا ده ده ماردونا هيتعلم من انرامو مش ممكن لا 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 مرادونا مرادونا كان بخباع في دماغه لنما ده فردة على طريقة الليبرو بتاع كرة طائرة يعني ده يعني حاجة على فكرة انها كانت مباتلة اصلا الكرة اللي تحسبت ضربة روكنية مش ضربة روكنية واضحة ما كانتش ضربة روكنية فهو كان مبايت النية وبرضو قد لعبتنا انظرات في الماتش ده خلانا كتفنا كتفنا بطريقة يعني اذا كان الاخ عايز يعني يشوف الحاجات ده ما يشوفها والاهلي مع الترجي 2011 في دور المجموعة عشان تقصي الاهلي بدري بدري بقى شوف هذا التسلل الواضح جدا هدف بنانا لعب الترجي في الاهلي من تسلل واضح 2011 يا اخ ناصر افتكروا هذا هو بارك الله وفيد هذا الهدف نيونغ بانانا 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 في موقع التسلل واضح ورجع من تسلل بسجل هذا قد التسلل عشان يحرم الاهلي ويقصى الاهلي بدري ده يا جماعة ما يتعلق بما ناله الاهلي من اخطاء تحكمية اضعت منه القاب احنا بنتكلم على لقب لدور الابطال مع النجم الساحلي بنتكلم على لقب لدور الابطال مع الترجي مرتين مع الترجي مرة بتقسيم من المجموعة ومرة بتقسيم واخر بطولة واخر بطولة ما حدث بقى فيها من اغتيال معناه واعتداء على اللعيبة واعتداء وضرب واخر اهم من نجومك وتهديد مدربك يعني ما اعتقدش ده ممكن يحصل وانت بتتكلم يا اخ ناصر ان الاهلي مدلل على ايه علشان ابن دولة المقر على فكرة النادي الاهلي افريقيا ضع منه اللقب مع كوتوكو قبل كده الاهلي قبل كده دي مباراة حنضل المغربي الاهلي في مباراة السوبر 94 مارك باتا في جنوب افريقيا مباراة الزمالك انرامو متابلة متابلة اه بتروس متابلة اللي بعد كده اتهم بالسجن بالرشوة باتا ده بتاع ايد رامو وبرده تشاطب وبعدين لا ده لمبتي بتاع ايد رامو لمبتي اه لمبتي يتقبض عليه ويتسجن بعد كده في وقاع عرشة ويشطب من كل سجلات الرياضة وبعد كده يتقلص والاهلي بيتجامل عشان ابن دولة المقر لو عايز تعرف حضرتك يا كابتن قيمة النادي الاهلي برضو مش هنطلع برة الملعب التونسي الشقيق الكابتن خالد حسني تحدث في قناة قرطاج عن قيمة الاهلي ده من 2005 نشوف نشوف بإجاز تاريخ نادي الاهلي حبة من حبة وكرها من كرع الاهلي كمؤسسة وكستراتيجية ناس تتحذر في 2050 ودخلوا على نادي الاهلي وشوفوا ناس طارت والاهلي مش طارت تطارت بالناس الكل وتقدمت على الناس الكل ودخلت من باب الكبير العالم الاحترافي الحقيقي دول الناس اللي بيشوفوا الامور بموضوعية وبيقدروا الامور بموضوعية تشوفوا تشوف حافيزة الراجل تشوف الشوالي تشوف حتى شتالي حتى كابتن خالد حسني بقولك الاهلي نموذج اداري بيحضر برؤية لعشرين خمسين قالك ده النموذج الاحترافي الحقيقي ده قيمة النادي الاهلي على كابتن ناصر وده رأي كابتن خالد حسني لكن كمان ازيدك من البيت شعر برأي عصام الشوالي من 2010 التوانس العبنا ضد الاهلي 19 ماتش بحناهم ثلاثة مرات في ذيح جاءوا ربحوا ترجي ثلاثة مرات في ردس 2012 في نار 2015 كاف 2017 19 ماتش بحناهم ثلاثة مرات فيهم عامين بطولة واقفة واخك يقف بستات الاهلي ربح 18 مرة احنا ربحين 8 مرات سايب الاهلي الاهلي نكمل معها عشرة فيناليات هزو ثمانية احنا بترجي وصل البرش في شخصية في شخصية المصر مصر ام الدنيا ومصر احسن دولة في العالم صحيح ولا منع تكس على شخصيته باعتبار باعتبار هو الروحه السيبر وعلى منك في الشامبيونز ليك الاهلي 8 على 10 مصر هربا بنا من الأول وطوهم بعد بنادي واحد تحارف فيك بنادي لا تحارف فيك بنادي واحد الأهلي 2012 هزوها 2013 هزوها 2014 هزو كاف معه لفاحات 3 سوبر هم ست القعبة في بطولة واقف وأهلي بارك ما هوش الجيل الذهب وهم فينا المرة وخرة بعد وضويا ومصر قعدت كما قلت تحارفينها بالأهلي الحق كل مرة يجي يربح يزي بطولة ويروح ويقع فهما نحن نقول هون مري وما نحسدوش طيب عصام الشوالي مصر بتحاربنا كرويا بنادي واحد اسمه النادي الأهلي وكان بتكلم قبل القضية ممكن وقبل التسعة والعشرة وقبل الكلام ده كان بتكلم وهو لسه في التامنة فكان بيقول يعني ما يعني كان بتكلم على واقع إنجازات مش نقعد بقى كل واحد مش قادر يلحق بالآله يسئله يسئله على الأهلي وكان طلعت نغمة في وقت ما مكفاية على الأهلي كده وما فيش غير الأهلي كان زمن الأهلي بتكلم في الثلاث والثلاث والثلاث دلوقت ده صحيح ويمكن ده الملحن التونسي الأستاذ سامير العقربي لما تسأل هو بيشجع ايه كان بيشجع ايه وبقى بيشجع ايه كان ملاحن مرحلة عملت مرحلة نحب ليه اسمه نسير وقعت ثبت أنه فريقي اللي يجبني رقيت الأهلي المصري هو أحسن فريقي يجبني هو ليش يلعب ضد الترج نحب ويربح الأهلي تحب ويربح طبعا خاء أنا لا ما كنتش نادية أنا النادي متاعي اليوم هو الأهلي المصري ولما بيخسر الأهلي المصري يعني حتى البودي عاجز نقو فقال يا سيدي أنا خلاص عن قناعة بقى مش مش عن ظرف يعني أنا كنت ترجاوي ظرف أنا تونسي أشجع الترجي بيقول ده أنت موليد باب سويقة المنطقة اللي فيها نادية الترجي كيف ما تكون ترجاوي قال له أنا كنت ترجاوي بس عملت مقارنة فبقيت أهلاوي أعمل العقل زه بقيت الأهلي مصري قال لو لعب الأهلي مع الترجي قال يكسب الأهلي أتمنى الأهلي يكسب قال له بس كده تبقى خاين قال ما خنت النادي اللي أنا بحبه طيب على هذا السياق برضو نشوف بقى في صحب في التونسي بقى ها أهلي وزمالك أنا أحب جدا أبو تريكا وقد لاعب للأهلي الأهلي في الواقع لا أعلم ولكن أكنا الكثير من الاحترام للأهلي فقد فعل الكثير من الأشياء في أفريقيا فالأهلي في أفريقيا مثل ريال مدريد في أوروبا وهو دائما الداعم رئيسي للمنتخب المصري باللاعبين ولقد رأيت الكثير من اللاعبين في الأهلي قيبة الكلام ده أنه اللي جريد بحجم الكيب فلما ييجي نبيل ديجليت يقول هذا الكلام برضو وقال لك أنا لاحظت أن الأهلي هو الدعم الأكبر للمنتخب المصري باللاعبين عشان كده بيعاقب هنا طيب الكلام ده للأشقاء أو للكابتن النصر البدوي اللي أنت شفتوه هو بيتكلم على أنه الأهلي ما أخذ بطولة بتاعة 2006 إلا بالتحكيم ودايما بتترسم له البطولات لأنه عنده دولة المقر أنا نفسي أعرف والأهلي مستفيد إيه من مقر الكاف في القاهرة هتولي حاجة معينة إنه دي الأهلي استفاد أهو إحنا الظرف اللي إحنا فيه إحنا فيه أصعب الظروف يا راجل إحنا حتكس الأمم الأفريقية اللي الكاف بينظمها اللي في دولة المقر مش عارفين ننسق بينه وبين مشاركة يا راجل دا في النهاية بتاع أزارو وكارتيرون اتحاد الإفريقي يجتمع تاني يوم تاني يوم عشان يوقف لعيب قبل ما ييجي المطش اللي كمان ثلاثة إياه مقر إيه يعني نتمنى أن يكون المسألة واضحة بكل هذا الأمر الآلي زي ما قال الكابتن خالد حسني بيرتب للمستقبل بيرتب لعشرين خمسين وحتى لما كابتن محمود الخطيب كمشرف على الكورة لما بيستخدم مدرب أجنبي سواء تجربة ريني فيلر السويسري أو بيتسو موسماني بيكون الرؤية للي قدام بيكون التخطيط استراتيجي بتكون باصص للمستقبل حتى فترة التوقف الأخيرة بيتسو موسماني ما انشغلش بس بالفريق الأول الحياة اتجه لقطاع الناشئين وهو ده الأهلي اللي خالد حسني أو الكابتن خالد حسني قالك بيه خطط لعشرين خمسين هذا التخطيط الاستراتيجي كان حريص على التردد على قطاع الناشئين ولقوف على مستويات فرق الناشئين في النادي الأهلي اللي الأهلي مستعين عليها أو مستعين في القيام بها بخبير تشيكي لتقديم أفضل العناصر للكورة المصرية باستمرار نشوف مستر بيتسو موسماني في قناة الأهلي وهو يتحدث عن زيارته لقطاع الناشئين سعيد جدا بوجودي هنا وحسس بترحيب كبير في قطاع الناشئين وأنا سعيد هنا بوجودي في قطاع الناشئين تفاركت على الماتش وتفاركت على اللعيبة كلها ودي مش أول زيارة طبعا هنا جيت هنا قبل كده مع كابتن الخطبي كنت بشوف على إمكانيات النادي ودلوات أنا موجود هنا عشان أقابل المدربين وأقابل اللعيبة وده الهدف يعني من وجودي هنا والهدف من نادي الأهلي نحن نطور في قطاع الناشئين ونطور اللعيبة والهدف هو التطوير فأنا سعيد بوجودي هنا ونعمل لنفيد يكون في طواصل مستمر بعد ذلك طبعا ده الشغل هنا في قطاع الناشئين أنا لما مضيت عقد مع نادي الأهلي موضيت enana موجود في نادي الأهلي وأنا بفعل موجود في نادي الأهلي ما كرتش المكان الغلط يعني قطاع الناشئين في نادي الأهلي وأنا حتى كلمت مع كابتن الخطيب قبل كده أن أنا لم يكن عندي وقت هاجي فدي فرصة كويسة في فترة توقف في الرئي الأول ففصص东 girl أأنا بوصوا' قطاع الناشئين أأنا بوص على العيبة أو وصع المدربين وإن شاء الله وطبعاً المكسب النهاردة بيدل أن المدرين الفنيين هنا في القطاع شغيم شكله كويس وبرضو إمكانيات القطاع كويسها الملعب كويس زي ما أنت شايف الملعب كويس جداً لللعب أريد أن أشكر خالد بيبو أيضاً لأن يتمكنني هنا فأنا أريد أن أشكر كابتن خالد بيبو كما أنه استقبلني هنا ووراني الإمكانيات القطاع نشغيلة إنه مجموعة من المجموعة طبعاً وجودي هنا ده جزء من راحتي برضو جزء من أجازتي برضو وأجازة بالنسبة لي كويسة برضو ده جزء من أجازتي اللعبة دي مهمة جداً لأن مع كل مدير فني دائماً النادي الأهلي بيدي مسئولية للمدير الفني لفريق الأول إنه يشرف على الأقل على الفريقين اللي تحت الفريق الأول بصفاته من رافض أو الرافض المباشر بإمداد المواهب من تحت أهمية الزيارة دي حتى لو قالك إن في فترة راحتي أنا حريصي إن أنا أروح وأتفرج إن أقالك إن أنا ده جزء من عقدي لكن أنا باجي في أجازتي كمان عشان أتعرف على هذا القطاع وشوف سير العمل فيه ويتحدث مع مدير أجنبي في كيف يخرج اللاعب من القطاع الناشئين مهية نفسياً وفنياً وبدنياً للفريق الأول هذه زيارة في منطقة الأهمية وهي على فكرة سبق أن تكررت وكان كابتن السيد بيأخذ أظن لسارتي قبل كده ويروح لكن عايزينها تتواصل أكتر والتناغم يبقى فني بتوحيد طرق اللعب لأنه ده الهدف وده اللي بيسعاله النادي الآلي من خلال التنصيق ده ده كلام مهم جداً وللحياء بيتش موسماني حتى في تصريحاته الأخيرة يعني تابعناه في أكتر من تصريح لقنوات تلفزيونية في جنوب أفريقيا حجم الامتنان اللي جواه بقيمة النادي الآلي مسألة تسعة كل أهلاوي وتخلي كل جماهير النادي الآلي تكون فعلاً مسندة وبقوة لعمل هذا الرجل لما يتكلم على أنه فخور أنه بيدرب فريق بينافس ريال مدريد على الأول في العالم وبيقولي للإعلام في جنوب أفريقيا أنا لما خرجت من جنوب أفريقيا خرجت النادي عملاق القارة فلقيته بينافس أندية عالمية فقد إيه هو عنده هذا القدر من الامتنان والفخر بعمله في مصر تجربته حتى الآن ناجحة جداً يحتاج الدعم يحتاج الثقة يحتاج أنه هو كمان يشعر بدفع جمهور الأهل معاه بيقولك الآلي أنا كنت عارف أن شعبيت الآلي جارفة بس ما كنتش أتصورها إلى هذا الحد رغم أنه هو يعني يخبر منه في المدرجات ووقتي طويل بيقولك أنا ببقى سعيد في أي مكان بمشي فيه سعيد جداً أن كل الناس حولي كل الناس بترحب بي كل الناس سعيدة بما أفعل مع النادي الآلي مزيد من الدعم مزيد من الثقة إن شاء الله مزيد من النجاح فاصل وأنا تواصل أهلاً بحضراتكو من جديد كنا بنتكلم قبل الفاصل على التخطيط الاستراتيجي للنادي الآلي واهتمامه بقطاع الناشئين وأعتقد أنتم مستمتعين مع الكابتن أسامة حسن من خلال الأجبال بمتابعة سواء مباريات برنامج مهمة جداً برنامج بيستشرف المستقبل يعني تقدروا تشوفوا مستقبل الآلي أنا مستمتع والموهوبين اللي فيه من خلال أسامة حسني وبرنامج الأجبال على ذكر قطاع الناشئين الحياة كابتن أحمد مجدي وهو واحد من أبناء قطاع الناشئين في النادي الآلي وكان خرج احترف في اليونان ورجع على الزمالك لكن له رأي في أداء قطاع الناشئين في الآلي نشوف من أقوى قطاع الناشئين في الدور الممتاز في رأيك بما أن أنت يعني بتاخد تجربة التدريب في قطاع الناشئين أعطاك الناشئين العالي لأنه من سنين يعني أنا لعبت في الناشئين العالي فمن سنين النادي الآلي مهتم بالقطاع ومصاريف القطاع والمداربين كنا مثلا بنشتغل معنا في النادي الآلي كنا معنا أسماء جبارة كتماسكانة الفترة اللي كنت في النادي الآلي كان كابتن بادر أجاب كابتن محمد وهبة كابتن حمد المصري كابتن فاوز كوتي كابتن ماجد طلبة كابتن محمود صالح كابتن عل عبد الرحمن كابتن عالم يهوب كان كلهم نجوم فانتما تأسستي تأسست كويس وهو أحسن قطاع موجود حاليا كابتن أحمد مجدي طبعا كان في قطاع الناشئين وكان لعبا دوليا في المتخبات الناشئين وخرج بحيلة كده من الأستاذ أحمد سويلم أنه خاد جواب من نادي الآلي أنه رايح معايشة بس كان جواب ينص أنه لا يمكن إبرام عقد بدون الرجوع للنادي الآلي وكان ماضي عليه اللعب بهذا كلامه لكن وده اللي حافظ للآلي حقه لما راح واحترف بقرار أحادي لدينا ناخد منارة أستاذ بريم ربعمائة ألف يورو تعويض لما رجع رجع على الزمالة فهو شهدته النهاردة هو بيشهد اللي شافه يعني مش بيجامل الآلي بقدر ما هو بيعترف بأن هذا القطاع اللي شافه فيه والعناء اللي خده فيه بيتقول أنه أحسن قطاع ومازال ودي نقطة إيجابية مهمة بمناسبة قطاع الناشين والعمل فيه بقى الحياة افتكرت حاجة الصديق العزيز محمد شبانة كان معاه من كم يوم الكابتن محمد عمارة ضيف محمد عمارة شخصية أنا يعني بحمله كل الود والحب من هو بيلعب وحد شخصية يعني الحمد لله أنه ربنا شافه من كانت وعكة صحية جديدة مر بيها الحمد لله أنه رجع بالسلامة لكن محمد عمارة عنده اتهام متكرر يحتاج منقشة حفاظا على محمد عمارة النموذج الرياضي وعلاقته بالنادي الآلي وجماهيره وهو لو ملوش هذه المكانة وهذا التأدير مش هنتكلم في الجزئية دي عمارة عنده تفسير دائم وثابت ومتكرر أنا ما بشتغلش في النادي الآلي لأنه لازلت بدفع فاتورة مسندتي للمهندس محمود طهد اكتب على اليوتيوب كده هتلاقي عمارة قال الكلمة دي يجي عشر مرات عشان كده جات المناسبة بمناسبة قطاع النشي ثم كرر الكابتن سامير كامونة نفس الفكرة أنا ليه ما بشتغلش في النادي الآلي طلع في حوار برضو مع أحد الزملاء بيكرر أنا نفسي أعرف ليه ما بشتغلش في النادي الآلي طيب بالنسبة للكابتن محمد عمارة كان شغال في القطاع مش كده هو كان شغال وكابتن سامير كان شغال في القطاع لاتنين لاتنين اه اه اعتقد ان كابتن عمارة كان مسؤول عن 95 وبعدين من قبل مجلس الكابتن يعني دي شغال من 2007 من قبل مهند المهندس محمود طان اه ها كان شغال طبعا فلما جم قالوا عايزين نركز على الفرق وهو كان صاحب هذا الاختراح اللي ليها كاس عالم فقال الفرق الزوجي ليها كاس عالم الفرق الفردي ليها 95 فقالوا ندمج الفريتين مع بعض وكان راح ضحياها مجموعة مهمة جدا من اللعيبة يعني وقتها مشوا من الاهلي اه مشوا من الاهلي وراح قوي بفرقة يجي تاما لعيبة بالكامل راحوا مين ابرز الاسماء اعتقد ان كان منهم كهربا واحمد رفعت كهربا كان اه احمد رفعت اه اه اللي هو في المنتخب اعتقد كده اعتقد كده ارجو ان ما تكونش الزاكرة خانتني بس اتصور لان انا وقتها مستغرب جدا ازاي اللعيبة دي كلها كانت في متخب مصر ناشئي اه ازاي يمشوا ها وبعدين بقيت اتابع الاقي كهربا هو هدف متخب مصر ناشئي في المرحلة السينية دي لما حصل دمج الفرقتين فرقيته تلغط فهو كان متوقع انها ترجع لكن انا مش فاكر اذا كان في وقت المهاتف محمود طهر هو رجع او لا 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 هي الفكرة بس يا جماعة يعني انا سألت سؤال متى لما تقول كده لان تكون رجعت وستبعد لا هو يعني محمد عمارة ليه انا شخصيا كان حكالي انه وعد وقتها انه هيمسك مدرب عامل الفريق الاول وممسكش هيمسك مدير القطاع وقت المهاتف محمود طهر اه مع الكابت مير همامه وممسكش هل كان مهاتف محمود طهر هو شخصيا بالضبط هو شخصيا حكالي هذه التفاصيل لكن ما علينا هي الفكرة فيناها كابتل محمد هو يعني مؤكد انه النادي الالي مش هيقدر يستوعب كل ولاده في العمل بالضبط مؤكد والعناصر النابغة منهم بتشتغل بره ومحمد عمارة واحد من اللي خد تجربة احترافية كبيرة واحد لعب في الدور الالماني وكان له تجربة كبيرة يعني مؤهل للعمل مدير فن في اي مكان مش شرط الاهلي لانه الاهلي سواء لعمارة او لكمونا وليهم كل الاحترام مش هيقدر يستوعب كل ولاده وانا اظن كابتل سامير سامير خرج لتجربة وسامير كان في القطاع اه وكان في القطاع وخرج جاله اعتقد نادي الرجاء او المطروح يعني خرج لتجربة اكبر الرجاء المطروح فكرة ان انا اخرج وارجع وقت ما اقدر اكون متاح هو الا يبقى الاهلي مقصر في حقي طب ما هيبقى مقصر في حقي حد ماسك بالزبط يعني هيمشي حد عشان يجيبه يعني احنا واللي موجودين كلهم من ولاد النادي الليل والاعبية فاللي يخرج ما يشتغلش بلاش هذه الروح السلبية شوية وهو كابتل سامير بالذات كان له تجربة نجيحة في قطاع النشطين الحقيقي بس خرج منها لتجربة اكبر طيب ثم انه حتى الدافع بحتة الانتخابات كلام يعني انا نفسي حتى محمد عمارة يراجع حتة اللي كان مرشح نائب رئيس نائب رئيس شركة الاهل وكرة القدم يعني النادي الاهلي وعمارة ادرب كده ما عندوش هذه الزهنية في التعامل مع لعبيه او اختيار العناصر المناسبة للعمل المسألة مش كده خالص خاصة حاجة من الظلمة باش مهندس ان انا افضل باستمرار افصر كل حاجة على هذا المنحة خاصة النادي الاهلي بيحول بين تدخل العاملين في النادي الاهلي في الانتخابات يعني انت لو انت عايز تقايد المهندس محمود طار ده نجيبك وقت الانتخابات ما انت مش مسموح لك انك انت تنزل لتقايد وانت موجود جوالنادي الاهلي لا كابتن خطيب ولا كابتن محمود ولا كابتن حسن حمدي ولا كابتن صالح سليم ولا حد العاملين في تعليمات ان ينقوا بانفسهم صحية ده الطبيعة ده الطبيعة فانا تمنى سواء لكابتن محمد عمارة او كابتن سامير كمونة كل التوفيق ما هو اللي شغالين دول زمايالهم فاتمنى ان الروح داخل ابناء النادي الاهلي بين اللي بيشتغل وبين اللي ما بيشتغلش ما تبقاش كده خاصة انك انت تقدر بحكم ما اكتسبته من نادي الاهلي من خبرات ومن اسم ومن قيمة ومن تاريخ تقدر تنطلق شوف دلوقتي علي ماهر شوف علي ماهر مدير فني ما شاء الله عمل تجربة قد ايه في فيوتشر شوف واحد زي احمد سامي في سموحه عمل ازاي قيس على سامي امصان لما خرج حتى من نادي الاهلي راح صعد بفريق حرص الحدود للدورة الممتاز ولما الاهلي احتاجوا ييجي رجل تاني ما تأخرش بل كان رجل تالت كان رجل تالت احمد ايوب نفس الحكاية كل ولاد النادي الاهلي اللي اخدوا تجارب وانطلقوا منها برا عماد النحاس واحد من افضل المدربين في الدورة حاليا علي ماهر تقريبا مدرسة الكرة في النادي الاهلي الاكثر تمثيلا في مدرب الدورة المصر عدوهم كده كلهم مثل العناصر البرزة واللي نكحة جدا من ولاد النادي الال فيقدر عمارة ويقدر كمونة ويقدر غيرهم كتير تكله تجارب كتيرة بحكم خبراته وكفاته واللي استفادوا من الاهلي كمان في نمازج جتيرة جدا مرانت ولما انتقلت خدت تجربة اكبر ما تقدرش ترجع تاني يعني انت عندك كابتن قصامة عراضي عندك كابتن عنا ميهوب كابتن عدل عبد الرحمن مثلا خلينا في عدل عبد الرحمن ما كان ماسك فرقة التسعة وتسعين وبعدين ما راح ماسك سموحة كابتن عمر أنور ماسك يرجع بقى يقولك ما رجعتنيش ليه اوم عشان اعود ماينفعشي في حد تاني موجود في هذا المكان ما هو برضو صاحب حق وموجود فهي الفكرة كلها ان نتمنى النادي الاهلي يبقى بيئة الناس ولاده كلهم لو يستطيع نتمنى الروح انا بتكلم على الروح في التأدير وما بلاش نفسر كل حاجة بتفسير زي كده يعني لانه طيب انت تقدر تنجح يا رجل بكفاءتك و بخبراتك في اماكن كتيرة جدا والنادي الاهلي هيكون سعيد بدا و هيكون دعم لك حد نتمنى ده لمحمد عمره و شمير كامونة وكل ابناء الاهلي لانه كلهم ادوا فترات طويلة وكلهم اخلاص وكلهم اكتسبوا نجوميتهم من خلال النادي استمتعت مبارح على المصار شخصي بحوار هايل للكابتن اسلام الشاطر اللي بنقول له حمدلع السلامة حب يرجع ببداية قوية مدوية وفي ايده بيرستاو عمل حوار شاية جدا مع بيرستاو واللي كان اكثر اللي اضاف متع على الحوار حضور الطفل مهند من زاو الهمم حضور الحوار لانه كان طلب من امنياته انه يشوف بيرستاو فالحقيقة قد كده كان الحوار ممتع جدا بنحي كابتن اسلام علي بنقول الحمدلع على سلامتك واستمتعنا بيرستاو اللعب اللي الحياة ادهش الناس كلها ما في حد تعرض للتحليل الاو تكلم على بيرستاو بنوع من الاشهادة الكبيرة اللعب اللي اخد العين من اول طلع الكابتن احمد حسن الصقر كان له رأي في بيرستاو في قناة اون تايم سبورتس نشوف لعب صاحب امكانيات كبيرة جدا عنده سرعة وخفة وقوة ومهارة فوبان كمان في الهدف الهدف الاول اللي هو جابه ان هو مجل بيحط جسمه بشكل قوي وبعد كده بيستخدم المهارة بتاعته وبعد كده بيستخدم المهارة بتاعته تاني ويجلل اتنين شغالين بشكل كويس فاعتقد مكسب كبير للنادي الاهلي خمس اهداف في المباريات اللي هتبقى فيها صعوبة قدام فرق قدام النادي الاهلي فيها ضغط على النادي الاهلي اعتقد انه كمان هيبقى في الكونتاك يفيد الناد الأهلي بشكل جميل فأنا أعتقد أنه يستحق الناد يكون رجل مبارئ وأعتقد أنه استكمالا للمبارئات اللاعبها قبل كده كلها أنه فعلا لعيب مفيد صنع ألعاب جيد هداف جيد عنده رؤية أنا أعتقد أنه مكسب كبير للناد الأهلي كلام فني وتحليل فني وتقدير يستحقه اللاعب وحتشوفه مجموعة الخبراء بتتليهم وأسماء كبيرة جدا كيف رأت هذا اللاعب الذي قدم أوراقه من الظلوه للأولى كأحسن ما يكون التقديم ولكني أستاذ إبراهيم أنا بخاف قوي من حجم التوقعات اللي بنحطها على اللاعبة يعني مش عايزين تتصوروا أن كل ماتش اللي أنا مشوف جون زال اللي جابه في الزمالكة وجابه في المحلة وإلا يبقى بيرسي تاو تراجع هو عنده إمكانيات بينا وبإن الله ربنا وفقه ويمتعنا بس إيه خلي توقعاتكو على أرض الواقع كما تكون كرة القدب في العالم كله اوعى رأي الصقر ورأي بقيت النجوم اللي هتشوفوهم ينسوكم اللي قالوا أنه بيرسي تاو صفقة مضروبة والأهل جابه مصاب والأهل ضيع فلوسه وليه مضىها أربع سنين ومعقولة كده ومفيش الناس دي لازم أن تتحاسب الناس دي فلوسها لازم أن تروح لتاحية مصر كل اللي هالك كلام تقال على صفقة بيرسي تاو فأوعى كل الإشهادات تنسيكم ما سبق عشان تشوفوا الكلام المسبق لا الكلام المسبق بيبقى عامل ازاي رجما بالغيب رجما بالغيب الكابتن أحمد عمر الخلوق المهزب المحترم نشوف رأي محمد عمر هو لعيب الحقيقة عنده ثقة في نفسه عالية جدا تحركاته خطيرة جدا عنده السرعة عنده المهارة عنده القوة هداف بالفترة بيتواجد في المكان المناسب وده شيء مهم جدا لاعب له شكل مختلف داخل الملعب كمهاجم غير تقليدي لكن هداف في نفس الوقت يعني مهاجم غير تقليدي كبتن؟ يعني ميش المهاجم اللي احنا متعودين عليه داخل الصندوق طويله بلعب بدماغه محطة لا ده راجل عنده هدف هو المرمى يعني رايح على طول على المرمى عنده ثقة انه هيجيبه الجون حتى لو فادي حجود مش الأخطر انه يكون تحت المهاجم خبتن؟ بيقدي الاتنين بنفس الاجادة عشان كده بقولوا هم مهاجم مختلف يعني الاتنين بيلعبهم سواء عشرة او تسعة بيلعبهم بنفس الاجادة وده شيء من الصعب جدا انك تلاقيه في مهاجم مثلا طويل بيلعب بدماغه كويس انه ممكن يلعب تحت المهاجم الاساسي فهو الحقيقة متميز في الحتة دي وإلا لم يكن وكنا بنيتكلم انا وكابتن احمد بيلعب في انجلترا ازاي يعني فهو لعب الحقيقة لعب متميز جدا ولعب متكامل لمس نقطه مهمة جدا كابتن محمد عمر انه بيلعب تسعة وعشر يجيد هنا ويجيد هنا ودايما مواجه للمرمى وده الفرود اللي بشكل خطورة المهارة الفردية لما بتواكب السرعة والتحرك السليم بتبقى حلول في مطشات معينة يعني ويقدر يلعب في المطشات اللي فيها مساحات وايضا يكون حل في المطشات المعقدة اللي فيها تكتلات بما يملكم المهارات مراوغة وكده يعني ده جانب اخر ولكن حمادة صدقي كيف ارى؟ اندية كبيرة الفرقة كلها بتلعب زوند فنس قوي جدا لكن بيرستاو قدر يحل مشكلة بيلعب رص حربة بيلعب طرف من اطراف الاندية كبيرة بتشتري لعيبة غالية ليه؟ كوالتي عالي لعيبة منتخبات لعيبة بتلعب على مش دوري عام بس دوري وافريقيا وكاس العالم للاندية صحيح فلازم تختار لعيب زون وصفات خاصة هل بيرستاو هو اللعيب السوبر اللي الاهلي كان بينتظره؟ طبعا بيقدر بشكل كويس جدا يعني كل ما بينزل بياخد لقطة كويس قوي بيسجل مراوغاته بيحل زي ما قلت لك التكتلات الدفاعية هو بيعرف حلها كويس جدا وده مهم ده مهم لما تقابل فرق بتلعب زون ديفينس بيقفل لك الملعب بشكل يخنق طيب كابتن حمادة بيؤكد تقريبا على الكلام اللي قاله الكابتن محمد عمر انه بيدرب تكتل المنافسين بيدرب تكتل بيلعب اكتر من المركز وبيدعش الكلام تقريبا يعني وبيكون حل للمتشاط المعقدة المتكتلة ولكن طبعا طبعا لاجم يتاخد رأي المعلم رايح حركت برستاو يلغبط اي خصمه قدامه برستاو سريع حركته سريعة جدا والهدفين اللي جابهم منهم الهدف الاول بتاعه يعني في السموحة عمله قبل كده برضو اللي هي الترئيسة اللي رأس بها ثلاثة لعيبة يعني بسرعة بحركة وخفة ورشاقة بعدين عنده ثقة وفي نفسه يعني وعارف طريق جون لكن دكة الاهلي قوية وأكبر دليل على قوتها اللي حصل في ماتش سموحها الاهلي يعني 18 بونت أحسن بداية لي من سنين الدوري سنجح يخلص بدري أم لا ممكن يخلص بدري ممكن يعني يعني هو الكابتن حسن ما اكتفاش بالإشادة بقدرات بيرسيتاو لكن ربطها بالبداية بتاعت نادي الاهلي قال دي أحسن بداية للنادي الاهلي من سنين وله رأي ربنا يسطر مش عايزين إنه ممكن دا يريحنا في مشوار الدوري ولكن أستاذ إبراهيم كان مبسوط من الحلقة المميزة بتاعت حبيبنا وصديقنا ربنا دي له الصحة إسلام الشاطر بداية ولا أروع ولكنها تضمنت أيضا بجوار إن قدمت لك بيرسيتاو لقطة إنسانية استكمالا لقطة الأسبوع اللي فات لأحمد طارق طيب ربنا خلي أطفالنا ونشوف شغفهم بالكرة وكيف يستفد من هذا الشغف في غرس مفاهيم القيم الرياضية السليمة والانتماء الحقيقي للأندية والمنتخبات والوطن كلها قيم متصلة ببعضها ولذلك أنا ببقى منزعج جداً لما شوف نمازج بتصدر لنا يعني قدوة سلبية أو بتصدر لنا قيم سلبية لأننا عارف قد إيه شغف أطفالنا بكرة القدم ونقدر نستفيد من كرة القدم إزاي في خلق المواطن الصالح ولكن لما يكون أولادنا شوف الزكاء يعني الولد بيغني وكأنه لاعب بيلاغ جمهوره مش العكس بقى فحور بعض الكلمات ولكن لما تشوف بقى كمان على فكرة احنا عرضنا الملحن التونسي عشان تشوفوا الأهل كفكرة عابرة للحدود مش بس لا للأطفال ولا الكبار شوفنا الملحن التونسي سمير العقربي قد يتحول من الترجل للأهل وقال لك لا أنا النادي المحبب بتاع النادي الأهل تبدأ تونس فما بالك لما الأهل يروح أوكرانيا تلاقي فكتوريا فتاة أوكرانية زوجة شاب مصري هو الساز عمر هنشوف بقى فكتوريا الأوكرانية وهي حريصة نتيجي النادي الأهل وتكون قدام دولاب البطولات تعبر عن حبها للأهل يا جماعة انتوا عارفين أنا فين؟ أنا نادي الأهل بص يا جماعة الأهل فو الجميع والله أنا أهلوية جدا بص يا جماعة هلوة جميلة جدا يا جماعة انتوا عارفين أنا فين؟ أنا نادي الأهل بص يا جماعة الأهل فو الجميع والله أنا أهلوية جدا بص يا جماعة هلوة جميلة جدا على رأي الأستاذ إبراهيم الأهلي عابر للقارات الأهلي مصدر السعادة والفخر أفتخروا بالأهلي وحبوه صح أبوه قويا شامخا قدوة قيم مبادئ هي دي الحاجات اللي الناس مش هتعرف تحصلكوا فيها نطلع على فاصل وبعد الفاصل نتواصل موسيقى لا تخافش على الأهلي طول ما الأهلي تاريخه حافل بالنجوم بالمخلصين باللقادرين فعلا يدلوا كل طاقتهم وكل جهدهم وكل فكرهم عشان يكون النادي الأهلي في المقدمة وتبقى هناك أشياء كثيرة في أسرار الملك المدفعجي سمير كمونة الشي بشي يذكر احنا كنا لسه بنتكلم على سمير كمونة ومحمد عمارة وموقفهم التدريبي لكن سمير كمونة المدفعجي نجم وصخر الدفاع النادي الأهلي لفترة مهمة من تاريخه الكروي كان لاعبا مهما نشوف بعض ملامح مشوار سمير كمونة مع الأهلي في هذا التقرير سمير كمونة المدفعجي نجم كبير وصاحب ستايل أوروبي وصخرة دفاع تحطم عليها آمال المهاجمين محليا وقارية إنه المدفعجي سمير كمونة الذي يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ مصر والنادي الأهلي سمير إبراهين كمونة المولود في الثاني من أبريل لعام 1972 والذي بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في قطاع النشئين بنادي المقاولون العرب وعمره 13 عاما قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول وعمره 19 عاما ليصبح أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة ذئاب الجبل وبعد تألقه مع المقاولون العرب لفت الأنظار إليه وكان في طريقه إلى الدور السعودي قبل أن ينجح الأهلي في ضمه مع زميله بالفريق أحمد نخلا مقابل 300 ألف جنيه وخلال موسمين نجح سمير كمونة في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات مع النادي الأهلي منها الدور الممتاز مرتين ومثلهما كأس السوبر العربي بالإضافة إلى كأس مصر مرة واحدة وتميز كمونة بأهدافه من التسديدات الصاروخية والرأسيات وكان كمونة أحد العناصر الأساسية مع منتخب مصر وتوجى مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية عام 1998 لينال بعدها فرصة الاحتراف الأوروبي في الدور الألماني ثم الدور التركي قبل العودة إلى الأهلي من جديد في موسم 2000 وحتى 2003 قبل أن يخرج معارا لصفوف الاتفاق السعودي ثم المحرق البحريني وبعد العودة إلى مصر لعب سمير كمونة مع الاتحاد السكندري ثم البصري وأخيرا بيترو جيت قبل أن يعتزل الكرة في 2008 واتجه للعمل في مجال التدريب بدأ مشواره في خطاع الناشئين بالنادي الأهلي وقام بتصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول قبل أن يتولى منصب المدير الفني للعديد من الأندية في الدور الممتاز وفي دور الدرجة الثانية طيب ده جزء من تاريخ سمير كمونة المدفعج الحياة واحد من المدافعين الأقوياء اللي كان ليهم تأثير قوي جدا بس سمير كمونة الحياة في أونتايم سبورت حكى قصته مع النادي الأهلي إزاي كان الراحل السعودية ومين اللي رجعه من السكة نشوفه مانساعد الكهية عارف إن أنا السيد أحمد عباس كان المحامي وكان اللعبين كان هو الوكيل بتاعي ساعتها وخلاص رحل وحدة السعود خلاص أنا مضيت عقد ماضي عقد واخد الشكات بس ما صرفتها عدل قائبة بفوض فضيع المهم السيد أحمد عباس كلمني قال لي ده نادي الأهلي عايزك قلت له إيه قال لي نادي الأهلي عايزك قلت له طب والعقد والشكات اللي أنا وكادها دي مفرد أصرفها بكرة يا جاي على هواك طب خلاص ده الحلم تحقق المهم التليفون الساعة وحدة بالليل لقيت المهم سعد الكهية بيكلمني بيقول يحكيلي الكسة بتاعت الواحدة السعودية قلت له فيه كذا كذا قال لي طيب تعال لي بكرة هلك عايز تجي الأهلي الأول أو لا قال لي طيب تعالي النادي بكرة الساعة 11 كويس رحت النادي ومعي العقد وداخل بيب العائش يا ربي وافق طبعا يا كابت ومعي الشكات أنا ما صرفته فقال لي بص هات العقد ده رئيس النادي كان عادي في فندق في وص البلد مشهور رئيس النادي الواحدة كان موجود في مصر سزعب أول صبان قال لي تعالي الفندق الفنان الفنان في حتة الساعة كذا رئيس النادي بالزبط والمهانس عادة الكهية رح رايح وإحنا ثلاثة قاعدين فقال لي ليك رغبة تلعب في النادي الاهلي ده ما انسعده طبعا ما انسعد لك طبعا ده حلم حياتي والعقد هو وأنا ببص بقى للراجل بقول يا ربي يوالي فبص في الشكات لقوا مزبطين ما فيش مشكلة والصبح التاني يوم الصبح روحت النادي الاهلي قابلت بقى كابتن صالح سليم فقال لي انت حابب ان تلعب في النادي الاهلي انت لهم عن أهلاو بحش النادي الاهلي قال لي عايز كيان قلت له انا مش عايز اي حاجة قال لي انت جادع وراجل عشان كده احنا بنقل نوعات الازي عايز كيان قلت له انا زي زي زميلة كان سعيدها ستين او خمسين اه 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 اقل من اللي كنت هتاخده من الوحظة السعودي اه انا كنت ااخد في الوحظة السعودي مئة الف دولار وخدت في الاهلي ستين الف جنيه اه سامير كامونة صيد قوي ومهم ليك وزي ما كابتن شوير قال له قال له المهانسة عادلة ما بيفوتش ايه اللي حصل اقول لحصل ان احنا كنا من الشنين عليه هو وكابتن احمد نخل ايوا في المؤولية العرب اي وبعدين لما جيت اتكلف المؤولية العرب فجئت قالوا لي ده نادي الوحدة بتتكلم فيه وكانوا لسه حيتفقوا معنا فكلمت وكيله الاساس احمد عباس محامد قال لي ده خلص قلت له خلص يطلبهولي فتكلمني البيت القصة انت سمعتوها فقلت له طيب احنا هنروح 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 قابل رئيس نادي الوحدة وبإذن الله نحلها معها الراجل كان محترم جدا قلت له يعني دي رغبته والنادي الاهلي عايزه ويعني فقال له انت عايز تروح الاهلي قال له ده حلم حياتي قال له طب خلاص خد الشكات شطابنا العقود لغناها وخدته بعد كده وروحت النادي الاهلي طبعا هو كان عايزي قابل الكابتن صالح والكابتن صالح أما قابله باية القصة هو عرفها وجه هو الكابتن احمد نخلة وسامير كامونة الحقيقة مشواره مع النادي الاهلي بنجحتها إلى أنا أذكر منو جوسيه يوم ما جه أكمل لك الحتة دي ولا عايز تشوف حاجة لا طب منو جوسيه لما جه مصر فأول مرة فالكابتن صالح قال لي كان عندنا ماتش الفاينال على كاس مصر مع المحلة اللي توحى فيه سامير اه فاتفرجنا على الماتش تاني يوم رحنا مع الكابتن صالح أنا عرفت بقى إنه مكتوب فيه تقرير وإن فيه نية أنه توقف سنة قاله أشار بأصبوعه وهو خارج طبعا إشارة حتى كابتن فاروق كان المدير برغو منها قالك ما حصلش المحلة قالك ما حصلتش المهم يعني كان فيه وقتها طبع مبيتة يعني فتاني يوم الصبح أنا قاعد بدأ ملفقتلي تهمة يبقى أنت أنا و تعمل ضد قرار فأنا أنا قاعد فأقول له من العجبك مستر مانو الإمبارع في الماتش قدام الكابتن صالح فقال لي خمسة هنا وخمسة هنا قلت له فيه باد نيوز وممكن يبقى فيه جود نيوز قال لي إيه الباد نيوز الأول قلت له باد نيوز إن الخمسة بتاع الآله فيه تقرير وممكن يتوقف سنة سامير كمون سامير كمون فزيع الجد قلت له جود نيوز لو أنت عايز بقى خمسة بتاع المحلة نشتغل عليه قال لي تعرف تجيبه وقع الجمعة كان وقع الجمعة فما تكلمت وقع الجمعة بالليل كنا عاملين حفلة ديكسي يعني عشان ودع ودع بعد الكاس في أحد الفنادر كبرة فقال لي قال لي كان مهانش محمد عبدواب موجود فأنا بقى ما سألت قلت له محمد معك نمرت سامير كمونة قال لي آه قلت له الدهاني كلمت سامير آه وائل وائل يا كابتن وائل عايزينك في الأهلي قال لي أنا هراب يد قلت له يا نهراب يد في إيه قال لي ده أنا مضيت قلت له مضيت إمتى ده لمتش خلص بالليل ومضيت مع مين قال لي لا أنا مضيت مع الكابتن حلم طوله أنا قلت له لا كده في السيف صحي لأن توقيع لازم هو مفوض عن النادي اللي بيوقع له يعني ليه إجراءات شكلية قلت له هو مش هيكون مفوض من النادي وأنا هتيجي أنت معايا تمضي وأنا هخلصها مع نادي المحلة مع الكابتن حلم طبعا ورقة الكابتن حلم ما كانش يقدر يقدمه حتى ما كانتش عقد كترغبة وخلصت أنا مع نادي المحلة وجاء وائل يسطر تاريخ كبير جدا تمام وسامير كامونة سامير كامونة خدته وكابتن صليح قال لي مش هنسيبه كده خدته طلعت بيه على تركيا ولعي في تركيا وخدنا من وراء 200 ألف مارك وبعد كده رحل وبعد كده رجع جاله عقد احتراف في ألمانيا برضو عملنا له عقد كويس قوي بعد ما اتفق أهو على كل حاجة قلت له خلاص قلت له دولك حاجة مؤدم قال لي لا قلت له طب يسكت جبت له برضو 250 ألف مارك في القعدة دي قلت له منتو راضيته النادي الأهلي وراتب الشهر فيني ساينينج فيه قال له يعني ايه قلت له يعني هم مش هيطلع على ساينينج فيه قال ما طلبهاش قلت له أنا بطلبها له أنا كنادي أهلي لعيبي مش هيطلع على بقيمته فجبت له ساينينج فيه 250 ألف مارك فهو سامير الحقيقة تجربته نجحة وقد دورك واسئة مع النادي الأهلي عشان كده لما بيبقى فيه غضاضة ولا بتاع الواحد بيبقى حريس إنها لازم تتزال تزول وده اللي احنا بنطلب به دايما وبندعو إليه المزيد من اللحمة بين كل أبناء الأهلي لأنهم جميعا أبناء عائلة واحدة دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله بطرا شامخا وعلى خير نلتقي في التساعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله أصبع الخير